بسم الله الرحمن الرحيم، هذا الدرس السادس من كورس الأدب والفنون أولة ريتشار أند أرس نشرح النهاردة سادس موضوع خالص في المنهج وهو بعنوان النقد الفني وعلم دراسة الأيقونات أو ايقونوغرافي موضوع بسيط جداً مفروض أنك أنت بدأ معاه من أول حلقة خالص في المنهج مش جاي من النص لأنه زي ما قلت بحاول أرتب الكورس على بعضه عشان تطلع من الكورس ذا بجانب أنك فهمته كويس وهتعرف تخش المتحم بيه وتحل إن شاء الله كويس ونظرنا شرحنا وحدنا تدريبات ذائد دا كله تكون أنت فهمت فعلاً المؤدى المطلوب منك تفهمه من هذا الكورس تكون عرفت الخلاصة لإيه لنفروض تكون تلعت بها من الكورس ذا كفايدة عامة بشكل عام إن شاء الله فخليك ماشي معي بالترتيب هتلاقي الفئرز بتاع الموضوع بالتعرف النهاردة هحاول أن نجز معك لأنني أصلاً مش هادر تكلم فهتلاقي هنا هو الشرح بالتفصيل وتعليل السلايدز وأنا مرتبه بشكل مختلف شوية بس هي كل السلايدز موجودة أنا مرتبها بشكل معين بحيث أوصل لك المعنى بشكل أحسن هتلاقي الأمثلة من الجماعة في مكان واحد مع بعضها والشرحة في الأول مع بعضه وبعد ذلك رجعت أشرح نقطة الارتكريتسيزم ثاني بعد ذلك في النهاية هتلاقي الأسئلة كلها وربعضها عن حيث النهاردة حوالي 24 سؤال بالزبط 24 سؤال إن شاء الله فخليك معي هنبدأ على طول بأول جزء خلينا فاهمك الدنيا ماشي ازاي بص كده اللي علمت على النهاردة مقسوم كلمتين iconography وarticriticism فعشان كده هنتكلم عن حكتين بالتفصيل دائما بحب يقولك الخريطة كده العامة وهتلاقي التايم لايم متأسم تقدر تمشي براحتك بإذن الله وتفهم كل حاجة حلو وقابل نبدأ عايز نبقى عليك حتى مهم جدا غالبا بيأتي في المغاك النقطة دي كتير إن انت لما بترجع تبص على محاضرة سابقة أو حد يجيب قدامك كلمة من المحاضرة سابقة بتستغرب أنا كنت ساعتها حافظ كويس جدا ودلوقت الدنيا أنا فاهم أبس يعني محتاجة رجع قوي يعني لو وقت الدنيا وقعت مني أو التعريفات راحت ده طبيعي جدا وفيش مشكلة فيه لإنك ميزة الشرح الكويس أو ميزة لما حد يشرح لك كويس وتحفظ انت بضمير في أول مرة نما هتحب ترجع قدام هترجع بسهولة جدا فما تشيلش هام الفكرة دي إنت أول ما تخلص المحاضرات هتقسم المحاضرات دي أربعات أربعة في الأول أربعة بعدهم الثلاثة الأخرانيين وتبدأ تمسك كل باكتج تحولهم وإكدهم درس واحد هيبقى بالنسبة لك هكدهم درس واحد كتلة واحدة هذا اللي نعمله في المراجعة انقدر الله وعرف تنزل المراجعة حلو وتبدأ تحفظ تعريفاتهم مع بعضها وتلاقي نفسك خلاص أنت مرحلة الفهم عدد هتحفظ ساعتها بكفاية عالية وإذن الله تخش أنت ستجيب دراء كويس فما تصعبش الدنيا على نفسك أنت بتبني هذا المنهج هو بالنسبة لك أنت بتاخد حتة حتة في المنهج حتة 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 محاضرة حلو وفي الآخر هتليمهم حتة كبيرة مع حتة كبيرة مع حتة كبيرة وتخش لمتحان أي سؤال هيجدك هيبقى حاجة من ثلاثة دول هيكون متأسمين في دماغك يا إما كذا يا إما كذا يا إما كذا هتشوف هي فين والجاوب عليك إن شاء الله هتليم نفسك قسمت الدنيا إن شاء الله قدام هذا أنت عمله مع نفسك حتى لو أنه ما نزلتش مراجعات جميل فالمفوضة أنت ماشي معي بالمنهج بالترتيب كده هو خدنا إيه المرات اللي فاتت خدنا أول خمس محاضرات كنا قسمناهم كده أول ثلاثة والتلك دي مقدمة عن الكورس بشكل عام درستيلك فيها إيه درستيلك فيها ثلاث حاجات إيه هم مقدمة عامة عن التفكير خدنا فيها أنماط التفكير الاناليتيكال ثنكينج الكريتيكال ثنكينج والكرياتيكال ثنكينج التفكير الناقض والتحليلي والإبداعي بعدها دخلنا قلنا أي حاجة لاحتاج أن نفهمها كويس لاحتاج أن نعرف تاريخها فنحن قلنا بشكل عام نعلمك الإبداع نعلمك التفكير الكويس نعلمك كيف تبدع في شيء معين فدرسنا لك الفنون والأدب كمثال على حاجة نستخدم فيها الإبداع كثير، لكن أكدت عليك كذا مرة، ليس هو هذا الهدف من الكورس، ليس أنك تتعلم الفنون، الهدف أنك تتعلم الحاجات التي نعمل فيها إبداع، ونعمل هذا الإبداع كيف؟ وما هي المقاييس التي نفود أن نراعيها؟ وما هي المقاييس التي نفود أن نراعي تفاعلاتها معنا؟ مثل جوانب الثقافة والسياسة والكلام هذا كله، فأول شيء خالص درسناها، قلنا طريق التفكير، أماط التفكير، فأول مقدمة من الثلاث مقدمات بتوعنا، المحاضرة الثانية درسنا، قلنا أي شيء عايزين نتفهمها جيدا، ندرس التاريخ بتاعها، فدرسنا تاريخ الفنون والأدب، اللي هي المثال بتاعنا، اللي بنستخدم فيه الإبداع، قلنا بعدها، طبق أنت بقى في هندسة، في الطب، في التجارة، في أي بتاع انت تخش فيه، عشان كده المهندس اللي بفكر كويس، بيعرف قدام يعني بيزنس كويس، حيث انهم مش هيتشتغل فندس، مش شرط يشتغل فندس، أنا بفهمك انك حتى لو عملت بيزنس، طرف تشتغل فيه كويس، ليه؟ لأنك وظفت وسائل الإبداع، توظيف سليم، طريقة سليمة، طيب، المقدمة الثالثة اللي خدناها، خدنا مقاييس الجمال بشكل عام، البيوتي، ازاي بنحكم الحاجة انها جميلة او مش جميلة، وازاي المعيار ده اختلف من ثقافة لأخرى، حبا، نقلنا على الموضوع الرابع، ليه؟ لأن هذا يختلف من ثقافة لأخرى، بيوتي، بيوتي بتختلف، خدنا الانشن تايمز، خدنا الميدل ايجز، خدنا بعدها الرينسنس تايمز، او اللي هو عصر النهضة، بعدها خدنا ايه؟ العصر الحديث، او المودرن تايمز، طيب، فبما انه يختلف من مكان للتاني او من حضارة لأخرى، نقلنا للموضوع الرابع، تتفكر ان الموضوعات ده متفرق، كلهم مرسوطين واربعضهم وليهم معنى، بعدها خدنا العلاقات، انا الدرسين اللي جايين دول بيسميهم علاقات الفنون والأدب، اللي هم المثال بتاعنا اللي بناخده كمثال على الإبداع، ايه علاقته بالجوانب الحياتية اللي حوالي؟ انت في يوم القيام هتحط مكان كلمة فن او أدب، حط مكانها هندسة طب مش عارف ايه؟ ايه علاقة الحاجة دي بالثقافات، اعلاقتها بالسياسات، اعلاقتها بالجوانب الحياتية المختلفة؟ فدرسنا درسين، ايه هم الدرسين دول؟ علاقتك، علاقة الفن اللي بتدرسه بالثقافة، وعلاقته بالسياسة، ازاي الفن اللي بعمله ممكن يتأثر بالثقافة المحيطة بيه، انا مثلا في ثقافة الصين، ولا موجود في الثقافة اللي بتاع بلاد روسيا، ولا موجود في الثقافة المصري القديمة، ولا الحديثة، كل الثقافات دي اصترت في شكل الفن اللي بيظهر فيها، طبيعي اي صورة فنية هتلاقيها، هتقدر من خلال ملامح هتعرف يا كتنتمل انه ثقافة، سواء ثقافة زمنية، يعني عinals فطرة زمنية معينة، او ثقافة مكانية اختلاف مكانيعي على وجه الارض، ثقافة اليوم ال� Ensignal ثقافة افريقيا بلاد افريقية غير شمالها, تماما، الناس لديهم معتقدات وأفكار تأثر على عمل الفني اللي بيعمله، و نحن لدينا معتقدات وأفكار تأثر على عمل الفني اللي بيعمله، فالثقافة تؤثر في الفنون النتيجة الثانية أو العنصر الثاني الذي درسناها كشاجة جانبية تؤثر في الفنون والثقافة وتتأثر بها هي الحياة السياسية قلنا كيف يمكن أن السياسة تأثر في الموضوع قلنا أنه ممكن حدث سياسي يجعل الفنان يعمل أغنية يعمل لوحة يعمل كاريكاتير يعمل فاكر الكلام كاريكيتشر ويرنب بومبيج الذي خذناه الكلام كله كان في تأثر الفنون بالسياسة العنصرين دول باكيتج تانية دول أنت هتذكر صح أنا بقسم لك حت سنة سنة بخليك تعلم المستوى أنت درس درس صح دلوقتي هنلمهم لك مع بعضهم ثلاثة ودول مع بعضهم اثنين أنت كده المنهج ايه بعمله خريطة في دماغها دول مقدمات دول العلاقات بالجوانب الحياتية الجانبية نفسي في يوم القيم تعرف تطبق ده ولو بشكل بسيط على المجال بتاعه تمسك الهندسة مثلا تعمل لها مقدمات لها تشوف أن أنا محتاجت كيف أفكر صح ومحتاج أعرف تاريخ الهندسة بس أنا بقى بطبق معاك عمل يا عشان تطلع من الموضوع بفايدة أنا مش هفشق معاك تجد راجع له في الانتحان لو أنت عاد لاتش تسمع ليلة الانتحان فصبح يا معلل عادي طبعا فهم الفكرة طيب والحاجة الثالثة أنك تشوف مقياس اللي تحكم بها الحاجة دينها كويسة أو لا مقياس الحسن والقبح فده في الخانة الثالثة أدي ثلاثة أدي المقدمات الثلاثة تقدر تطبعهم على أي شيء تدسسها بعد كده تحتاج الإبداع بعدها تدسس علاقة المجال بتاعك اللي احنا هنا أخذناك مثال اللي هو الفنون والأدب علاقته بالجواني بالحياتية المختلفة علاقته بالثقافة لنفعش تعمل لي منتج أنت هتعمل موبايل في يوم الأيام مثلا أو هتصمم لي شبكة مش عارف بتعمل شبكة طرق فلنفعش تعمل ده بشيء يخالف الثقافة بتاعتك فيه ناس كتير عن اليوتيوب حاجة مفرحة بيتكلمه في الموضوع ده حاجة كويسة يعني هي أن فيه في العصر الحديث مباني كتير بدأت تتبني في الدول العربية والحضرات الشرقية عندنا دول بتحاكي أو المباني بتحاكي انتراز الغربي وده طبعا حاجة مش كويسة ليه لأنك انفلت من الثقافة بتاعتك هذا شيء غريب عمرك ما تقم عدد في دولة غربية أو دولة أوروبية مثلا وتجد ما بنى على اقتراز العربي القديم يعني مش هتلاقي كده فمن فكرة كل واحد يبقى ليه نمط معين من الثقافة بتاعتك فمن الجودة في الشغل انك تخليك مراعي للثقافة التي انت فيها وكمان تراعي الأحداث السياسية على بدي أمثلة طبعا فدول درسناهم كعلاقة الفنون بالجوانب المحيطة الدرس الثالث هندرس ايه واللي وراه السابع هو كمان وهو ريك لما يجي وقته هندلس هنخش في عمق الفن نفسه هنعلمك تبع عندك نظرة دقيقة لو عايز تلخيص لكل اللي هنعمله في الدرس ده والدرس اللي جاي هنعلمك يبع عندك نظر ثاقب نظر ثاقب او نظرة دقيقة في الامور ما تقاش تبص على الحاجة بشكل سطحي ما تبقاش تبص وتهرب لا هنعلمك ان اللوحة اللي انت شفتها ها وقلت لي الله دي حلو لا هنقول لك ده غلام نقول لك بص وقف توقف كده فيش حاجة اسمها ده دي وحشة ولا في حاجة اسمها دي حلوة ما تبقاش ماشي بدايما بشغل العواطف اللي من غير المعنى او اللي هي العواطف السطحية هنعلمك تنزل تغوص في عمق الشيء اللي قدامك ده تحلله نقطة نقطة تمشي بالترتيب بسلسلة من الخطوات المتبعة لإحداث او لإصدار عملية ايه الحكم النهائي عايزين نطلع حكم نهائي عايزين نوصل لحكم فردي على الامر ده هل هو كويس ولا مش كويس على أسس منهجية وأسس علمية مش كده وخلاص هنطبق انت هتأخذ الحتة تحت النظر الثاقب دي اللي هنعلمها لك بلاش تبقى مخك داية بلاش تبقى مخك سطحي وتأخذها اكناها على الفن فقط لا يا حبيب لما نقول لك ان انت في خطوات للحكم على الفن بالنشوء كويس انت ممكن تطبق الخطوات دي بشكل موسع وبشكل مختلف قليلا على الامر الاخرى عندك قضية ان لا يريد تحكم عليها كويس ولا لا هتمررها على خطوات مرتبة أسس منهجية وعلمية عشان تقدر تحكم بها الشيء ده كويس ولا لا فاللي هنعلمه لك في الدرس السادس والسابع نظرة على الفنون عن كثب عايزين نقرب من الفنون دي قريب قوي ونشوف الفن ده من جوه هل اللوحة الفنية اللي قدام دي مجرد اللوحة كده فيها شوية الوان ولا الرجل اللي حطها كان يقصد يوصلي ميسج معينة او رسالة معينة يقصد يعبر عن ايديا معينة او فكرة معينة انا بقول الكلام انجليزي مش انا عايز اقول انجليزي عشان المنهج يقول انجليزي انا لو عليها نفس اتكلم كله ان ارابيك فكرة حقيقية لاني لسه نتكلم عن الثقافة فوق فانا بقول لك ده من الضرورة احنا ضرورتنا دلقتي ان المنهج في انجليزي فالاسف لازم نقول انجليزي في النص جميل فانت الفنان هل هو عمل اللوحة مجرد شوية الوان ولا كان عايز يوصلك منها ميسج ويوصل منها ايديا فكرة معينة فبالتالي لازم ان تغوص في عمق اللوحة الفنية في عمق اللوحة الفنية وتستخرج منها الحاجات اللي الرجل كان عايز يعبر عنها وعبر عنها ازاي الحتة دي في الرسمة كانت ايه هدفها النقطة دي مش عارف كان ايه معناها ليه الرجل موزع الكتل في الرسمة بالشكل الفلاني هل ده يساهم في تحقيق التوازن لا لا الناس الكلام ده بيحتاجوا بكفرة اي حد شغال في مجالات التصميم او مجالات الديزاين بشكل عام اي حد بيديزاين خلي بالك مش شرط بيديزاين لوحة ولا عمل لا لا ممكن بيديزاين حاجة اجبا ممكن بيديزاين مبنى ممكن واحد بيديزاين جهاز برودكت معين مهندس كهربا مثلا بيعمل لي موبايل انا بديزاين حتى ده يحتاج فكرة ان يعرف يبع عنده نظر ثاقب اللي بيناقش اي حاجة يبع عنده نظرة ثاقبة يبقى بيدأ في الامور بدقة يبقى بيمشوا على خطوات منهجية او خطوات تأسيسية يمشي بالترتيب كده هم منظمة خطوات منظمة عشان يوصل في الاخر للنتيجة المارجوة انا عايز اعمل الموبايل كويس زي ما كنت عايز اعمل لوحة فنية كويس فاللي همشيك عليه في اللوحة الفنية حاول تعدله وتمشي عليه انت في المجال فاهم فالنهارده هنعلمك ان الفنان لما رسم رسم رسمة ما رسمه هاش كده والفنان العظيم طبعا في واحد ممكن عندي تتلاقيه رسم رسمة كده هو حط اي حاجة في احده لكن الناس العظماء اللي رسم لوحات فنية فضلت على مدار مئات السنين بارزة ومتصدرة للمشهد ما رسمه هاش كده هنعرفك ان لا كل عنصر في الرسمة ليه هدف كل التوزيع عليها هدف كل لون ليه هدف الفكرة العامة بتوصل بطريقة معينة وهكذا فده الدرس النهاردة هنعلمك ان الرسمات تقدر او العمال الفنية تقدر تبص لها ببصة مختلفة عن الاخرين تتعمق فيها تطلع منها بيه بالفكرة اللي عايز يوصلها لك والدرس الجاي هناخد علاقة الفنون دي بعلم النفس بالسيكولوجي اما نوصل بقى ساعتها هنعرفها فالمهم ان الدرسين الساد والسابع ده زي ما قلنا علاقته بالجوانب الحياتي اللي حواليك ثقافة او سياسة ده بقى هننزل نبص على الفن عن قرب دول الدرسين اللي جايين فانا بقى استنى لك المقانة جواه السادس والسابع اعتبارهم كده هنبص على الفن عن قرب هنشوف ازاي الفن نقدر نفهمه بطريقة مفصلة نقدر ننزل جواه ونشوف الفكرة اللي عايز يوصلها لنا الفنان كانت ايه هي فهنقرب منه قوي والدرس الجاي هنشوف علاقته بايه علم النافس كما قلنا علاقته بالتأثير في النفس البشري ده هنشوف الدرس الجاي ان شاء الله فخلينا نعدي درس العنهاردة عنوان الدرس بيقول لك إيه خلينا نكتب كده كلمتين فوق وفهنقول لك حاجة منطقية جدا ايكونوغرافي ده عنوان الدرس ايكونوغرافي and افترن دي and خلينا نكتبها حسن hello and ايكونوغرافي and art criticism criticism حوار عشان تكتبها طيب اه 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 أنا كنت أقول أرثة بس إيه، أنا كنت أتبعه حسناً، Iconography and Art Criticism بالبديهة، العنوان مكام من كلمتين، فهنتكلم النهاردة في موضوع عين وإنت تذكر أسن بالطريقة هذه، قلت لك كل مرة بقولك في الحلقات نفس الكلام اتعلم من الذي يشرح لك، سواء دكتور كويس، معيد كويس، واحد كويس يشرح لك اتعلم منه، ليس مجرد المعلومة التي يقولها لك، قدم تتعلم طريقة شرحه للمعلومة دي اعرف وجم معلومة ازاي، وعمل لها صياغة ازاي، خليه يطبع عليك، خليه أثر عليك لو لقيت فلان من الناس على النت، وحش ما تسمعه، لقيته كويس وعجبك فاهمك، ما تاخد منه السمكة، اتعلم كيف هو أصطابه فلما تليبي يشرح لك، هنقسم ونعمله مش عارفة، لو أنت فرداً عجبك الشغل ده مثلاً في أي مكان ما حلو، روح شوفه وعمله ازاي، عشان تعمله مع نفسك بعد كده في البداية، ممكن أن تعمله صح، ممكن أن تقبسها، ستحاول مجرد محاولتك، سيوصلك لطريقتك الخاصة التي ستبدع فيها في يوم الأيان لإما أنت غالباً لو لقيت حد كويس عنه، ومشهور أنه كويس، غالباً ليس ليه يقلد حواليه بشكل ايدنتيكا لا، ليه نمط خاص، ليه؟ هو راح شوف الناس دي، حاول يتعلمهم كيف يصطاده، جرّب يصطاد، بعدين ما هي النتيجة التي وصلها؟ غلط في الأول، غلط بعدها، وصل لطريقة الخاصة، طريقة الخاصة هذه عندك توصلها أنت بقى أنا مش هدف يخليك دايماً من المحتاج الذي تسمعه في الشرح قد ما تعرف تعملها أنت كيف؟ جميل، فالعنوان بتاعنا Iconography و حاجة اسمها Art Criticism وبالتالي العنوان الدرس كله مقسوم لحتتين Iconography، بص العبط بقى، دنيا بديها جداً Iconography و Art Criticism Iconography حسناً، يعني إيه؟ Art Criticism و يعني إيه Iconography Iconography هو علم، أعرف الترجمة بس الثلاثة، ولسه أشرح لك كل تفصيل علم دراسة الايقونات أو الرموز علم دراسة الرموز أو بين قسين أنا أحبك تكتب هذا، وبين قسين، تكتب الايقونات كما يمكن كلمة الايقونات في اللغة عندنا، ليس نفس المعنى الحرفي لكلمة Icon لا، أنا أخدها الثلاثة، لكن مهم Icon هي كلمة Icon، عندما أقولك الايقون فلانية، يعني رمز عندما تجد علامة اللايك مثلاً في الفيسبوك أو علامة القلب، أو علامة مش عارفة كل ذلك اسمها إيه؟ اسمها Icons، صح؟ رموز Iconography هو علم، Graphic يعني كلمة كانت في الطفل الآخر لكي نعطي فكرة أن هذا علم، يعني فكرة مثل Geography، مثل Typography هذا بقى Iconography، علم دراسة الرموز والأيقونات، الرموز أو الأيقونات أنا أعرف عنه رموز، وأعرف عنه إيقونات وتتبسط والارتكريبتاسيزم، النقد الفني، أظن أنك سمعت الكراند كثير، لكن لا تفهمه، النقد الفني، أو تحسوا كلام عشوائي عندما أقول لك أنه نقد الفني، سيقول لي أنه أنا أجد فن وأنقضه، يا فرحتي، لذلك أنت لم تعلمت العلم، وعشان كده عملوا له علم عمله كيف تنقض الفن، ليس أي حد ينقض، الذي ينقض يمشي على أسس ومبادئ معاناة يتبعها، وخطوات لحد يصل في النتيجة النهائية لحكم على هذا الفن، هل هو كويس أو وحش؟ هذا الذي ستعلمه اليوم، بشكل سريع، بشكل لمحة كده، حسنا، نبدأ نأخذ هذا النص، ونص هذا يجدر التنبيه، في الإيكونوغرافي، سأقسمها لك لحتيتين هذا ليس موجود في الإيكونوغرافي، سأقسمه لك، سأقسم لك حتة فيها شرح النظري، سأعرفك يعني إيكونوغرافي كعلم، يعني إيكونوغرافي أصلا، ولكن هم ذلك الذين نعرفهم فقط، سنعرف يعني إيكونوغرافي كعلم نفسه، تعريف، وبعدها نأخذ أمثلة، ويبقى كده خلصنا النص ده، فالنص ده، الحتة لها أقسمها لحتيتين، أما الارتكريتس سنأخذه إنوان تيك، سنأخذه مرة واحدة، دعنا نبدأ عطول في الإيكونوغرافي، أول حتة سنأخ طيب، نأتي هنا على طول في أول نقطة، اللي هي الإيكون أو بنسميها بالعربي الرموز، الرموز أو الأيقونات، الأيقونات، جميل، يعني إيه رموز، يعني إيه أيقونات، أنت عارفها بالحياة العادية بتاعتك دي، كل الحاجات اللي بتعبر حواليك عن معنى معين دي بنسميها رمز، بنسميها إيكون، زي إيه؟ زي ما قلت لك كمثال واضح جدا، أنت بتفتح الفيس لقي علامة القلب، بتعامي بها اللوف لأي إيه بوست أو منشور، اللي بتلاقي علامة اللايك، اللي هي الإيد الل اللي عاملها استمع مرفوع schedك دهك ده إيه؟ ده كده عامة إيه ده كده اسمه إاء إن بتلاقي هنا حتى الحاجات على الجنب دي ده كلها اسمها إيكون، زي الأكس اللي فيدي اسمها آيكون، اللي المربع ده اسمه آيكون، النقص ده اسمها إيكون، كم دي رموز بتعبر عن معنى معين. رموز يعني إيه؟ آيكون، آيكون يعني إيه يعني ايكوً شرح syntها نفسي، مش محتاجة حد نشرحها، الكلمة شرحى نفسي، أو ما إيه سنعمل سrt. إكتم تعريفت صياغة، حتى لو ان اقول لك بعد كلمة icon تعرف احنا قصدنا بها و هتلاقي الصيغة بتاعتها يعني عامة اوي تشمل حاجات كثيرة جدا كلمة رمز تفهمنا احنا لما بنقرأها اي حاجة بتدي معنى اي رسمة اي شكل قدامي اي شكل يعطي معنى عشان كده انا كتبلك في الورق هي بينقصين كده هو ابدأ التعريفات الطويلة والتفاصيل هي شكل هذا تعريفنا الشخصيا شكل يعطي معنى او يعبر عن معنى عن معنى اي شكل تقابله بيعبر عن معنى اعرف ان هذا icon بس خلاص خلصنا فده يعبر عن معنى وشكل يبقى اي 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 كده عطول انها شكل وبيعبر عن معنى ده فهم ليك عشان تعرف تفهم التعريف اللي يجري لك تعريفها بقى اللي بالتفصيل اللي مكتوب محتاج تعرف فيه شوية مقاب تعال اقول لهم كده بالضبط هي ايه الايكون هو قال لك انها عبارة عن باترن اقرأ بقى الكلام باترن يعني نمط نمط يعني ايه اللي عملت الشكل ده كده عملت لك شرطة دي كده شرطة صح؟ طب لا عادت عملها كتير دي كده ايه باترن أنا ماشي بنمط معين فكر اكمل بنفس النمط يعني طريقة شكل فأنت خرطت بابترن لك انها شكل معين حلو اللي ممكن اللي يكون? حلو JOj قال لك طباب هذا الشكل يمكن لوحدة ايه ممكن يكون ممكن يكون ممكن ايها ايه رسمة معينة ممكن يكون كلاوهم معنى رسمة لا ايه كلاوهم معنى رسمة كلاو34 فاور info Force لوحة يمكن ان نفسها اللوحة الفنية او الرسمة الفنية تكون عبارة عن icon لأنها عبارة عن ماذا؟ Pattern ليه معنى لسه أقول الثلاثي بعد figure drawing painting photograph صورة كلهم معنى صورة حرفياً كلهم معنى صورة حرفياً كلهم معنى صورة حرفياً كلهم معنى صورة مرسومة شكل ما شكل ما ماذا شرط هذا الشكل؟ أن يكون has a meaning عنده ميننج أنا أحب أكتبها تحت كده قليلاً يبقى باختصار icon هي pattern ممكن يكون هذا pattern figure drawing painting photograph المهم أنها عندها ميننج ميننج يبقى أول ما أقول لك what icon أو أول ما جاء في المتحان يقول لك ماذا هو الحاجة التي تعرفها؟ أنها pattern شكل معين كلمة pattern عندما جاءها كل هذه الهصة أصلاً لا أقول لك كلمة شكل أقول لك رسمة أو صورة أي أن يكون الحاجة التي قدامي طالما يتعبر عن معنى وهي شكل مرسوم شكل visual يبقى هكذا عندها معنى وشكل مرسوم أو pattern يعني يبقى هي بالتالي icon الicon هو pattern has a meaning pattern أي pattern that has a meaning البترن اللي عندها معنى اللي بتعبر عن معنى معينة تقول لك أنا فهمك في الرموز الذي كذلك لكن كيف لوحة كاملة ممكن اعتبارها رمز أيام وأنت أصلاً أنا لو رسمت لك رسمة ما فممكن ارسمها على لوحة هذه فهتبقى إيه؟ تبقى إنها icon الicon بشكل عام وممكن اللوحة كلمة painting ممكن تكون داخلها أكتر من icon يعني ممكن أضع داخل اللوحة بتاعتي هذا اللي هنعرف على مدار الدرس ممكن أضع داخلها عناصر كثيرة عناصر أرسم لوحة مثلاً في حط هنا مش عارف شجرة وحط هنا مش عارف الأمر وحط هنا مش عارف ايه؟ كل واحدة من دول بنعتبرها icon icon يعني ايه؟ مرسم دائق مخت icon ليس يعني like و love لا icon بشكل عام عنصر معين اكتبقى ركز الكلام ليه شكل؟ والشكل ده عنده معنى بيديني معنى فلما أرسم لك في اللوحة شكل للأمر ده كده شكل وبيديني معنى ان احنا بالليل الله ممكن يديني معنى الهدوء ممكن يديني معنى السكون ممكن يديني معنى كثيرة قوي حسب بقى الفنان ما عايز فكده أنا بقول ساعتها وده لها شحورك بالتفصيل لسه قدام بقولك ان الفنان دلقتي استخدم عنصر معين ليه معنى فبالتالي هو استخدم icon استخدم رمز عمل فكرة الرمزية ايه الرمزية؟ نقول انها اسمها ايه؟ symbol سيمبل اللي عارف كلمة symbol لازم بقى symbol يعني رمز سيمبل لازم الرمزية ايه هي رمزية؟ ودناها الحلقة الفاتحة الرمزية ان هو استخدم رمز عشان يديني معنى بدل ما يديني معنى كده مهضرة الساية مش هينفع يكتب المعنى ده عايز يدوني بشكل ما هو عايز يوضح في الرسمة ان فيه هدوء وفيه سكون فعمل ايه؟ رسم سمة ورسم فيها امر صحيح كده؟ فالامر والسمة دول مع بعضهم او ده الوحده ده الوحده كده ملاحظة ايه لانها اشكال رسوماتها عبارة عن ياما figure يا drawing يا painting يا photograph هي واحدة من دول ليس تخرج عنها بس في الاخر ديتني معنى فهي شيء visual لها شكل يعبر عن معنى فهي icon او نقولها بشكل دقيق نقول ايه؟ هي pattern has a meaning عندها meaning وفي نفس الوقت هي شيء من دول زي ما قلنا وبالتالي تعطيني معنى يبقى هي ايه؟ الصورة اللي رسمها الفنان دي اعطتني رسالة معينة الرسالة دي هو استخدم عشان يوصل لرسالة حاجات كتيرة من ضمنها ايه؟ او symbols بنسميها icons او symbols هل تنصح؟ فالايقون زي ايه؟ عناصر عنصر في الرسمة زي الامر زي ما قلنا او سماء او رسم شجرة او رسم شجرة او رسم مش عارف ايه او رسم ايد او رسم طريق وقعد يعمل حوارات بقى فيه المهم ان كل دي عناصر جوه الرسمة بتديني معنى فاذا هي icon استخدم رمز معين عشان يديني في الاخر معنى فده بنسميه icon طيب نكمل التعريف يبقى pattern هو pattern has a meaning هذا ممكن يكون figure drawing painting photograph ايه تاني؟ انزل معيك دور النقطة التانية محتاجين لعرفها ان المعنى اللي هو بتدوني ده ممكن يكون مفهوم لبعض الناس وممكن يكون مش مفهوم فبنقول ان هو امتى يتفهم لما يكون اللي بيقرأ الرسمة او اللي بيشوف الرسمة او اللي بيشوف العمل الفني موجود في سياق العمل الفني ده موجود في الحقبة الزمنية بتاعته موجود في الحقبة المكانية بتاعته فاهم دماغي الفنان الفنان عبر عن اللي هو عايز يقوله فقالهوله مهم النياف بنقول ايه بقى ان الميننج ده الميننج can be understood فين في ال context حفظ بقى الكلمة دي انا انتجي لنا كتير اول كلمة context اللي هي السياق around it around it انا عندي رسمة السياق اللي حوالين للرسمة دي هو اللي هيفهمني المعنى بتاعها لو فنان رسم رسم معينة حط فيها رمز معين بيديني شعار معين زي ما كنا شايفين في الدرس اللي فات الرسم رسمة تمثال تمثال الحرية اللي في امريكا وهو بيعيط لو انا مش اهم الاحداث الجارية في الفترة للرسم رسم فيها الرسمة دي مش هفهم الرمز ده بيعبر عن ايه فلازم عشان تفهم الايكون اللي جوه الرسمة او الايكون بشكل عام اللي بتديلك انه معنى لازم رستفى من معنى ده تكون فاهم السياق اللي حوالين للرسمة دي باختصار لما قولك ايكون فهي بتر يعبر عن معنى البتر ده ممكن يكون حاجة من الاربعة دول شكل مرسومه خلاص كلهم معناهم صورة شكل حاجة مرسومة اشكال التعريف العربي بتاعي احسن شكل يعبر عن معنى خلصنا شكل او نمط يعبر عن معنى ممكن يكون الحاجة دي مرسومة جزء من الرسمة عنصر في الرسمة المعنى ده هنفهمه ازاي لما نعرف سياق الاحداث او الوقائع اللي الرسمة ده ترسمت فيها سواء ترسمت في حقبة زمنية معينة فلازم نكون عالية في التاريخ بتاع الفترة دي او ترسمت بين مجموعة معينة من البشر ممكن في نفس الفترة الزمنية بس انا الرسمة ده مرسومة في افريقيا وانا مش متابعة افريقيا من تحت مثلا او جنوب افريقيا او مترسمت في الصين فانا مش متابعة احداث الصين فعشان كده يدمن تكون فاهم الـ Context الـ Around It اللي هو السياق حولها طيب والنقطة الاخيرة ايه في تعريف الايكون اني لازم تكون بتعبر عن لازم تكون Symbol اهو Symbol لي Real Thing بتعبر عن حاجة حقيقية Real Thing مينفعش اعمل رمز معينة او استخدم عنصر معينة في لوحة فنية او في اي عمل فنية ويكون الرمز ده معبر عن شيء خيالي مينفعش عبر عن فكرة ما بحاجة خيالية لازم تكون الحاجة دي موجودة فعلا حاجة نفهمها حاجة اعمل لك مثلا Symbol جوا الرسمة او الروحة الفنية تلاقي الرجل حط امر شمس ارض وفعلا ويقول لك استخدمها عشان يعبر عن فكرة كذا فبهي شكل يعبر عن معنى الشكل هذا لازم تكون حاجة مفهومة لازم تكون حاجة واقعية حاجة حقيقية لازم تكون Symbol او بتديني هي Symbol عن Real Thing حاجة حقيقية فلو قلت لك اخليبكم شيج يقول لك اعمل لي فاسة دي كلها او انا افتفاهمك عشان لما تقرأ التعريف لانتحان اخترق تعرف تفهم وانت بتعبر عن ايه لما نقول لك في واحد حفظ مش فاهم تعرف هم نتكلم عن مين الحفظ مش فاهم هو ايه اللي هو رص التعريف فلو نسيه هرص طعا منه لكن انت فاهم لو جي في المتحان قال لك اي حاجة حتى لو بقى الفاظ مختلفة تعبر عن فكرة ان فيه شكل معين اهرسمه عشان يوصل للمشاهد معنى معين فده يقولون شكل يعبر عن معنى يبقى اسمه icon icon او رمز او ايقونة حلو؟ والعملية اللي عملنا فيها كده دي من سماية ساعة السيمبوليزم او الرمزية ان انا احط رمز معين يعبر عن معنى ده يستخدمه مين؟ الفن مين؟ بشكل عين بيستخدمه الفكرة دي عشان يوصلوا المعنى بتاعهم من خلال اللي هو حبيت عايتهم ومن هنا ننتقل للنقطة التانية قد ما نمشي بص على صفة ديشة مهمة icon هي pattern عنده معنى شكل له معنى الشكلة ممكن يقول ذا يكون اي حاجة صورة رسمة لوحة مش عادف ايه المعنى ده يتفهم في السياق فقط في ال context لازم ان تكون موجود في الفترة الزمنية او الحقبة الزمنية اللي انت ايه اللي اتعامل في العمل الفني ده او تكون عادف احداث الحقبة الزمنية ده لو هي عدت خلاص او تكون موجود في المكان اللي اتعاملت فيها عشان تفهم احداث المكان ده وفي النهاية لازم ان يكون السيمبول بتاعها حاجة real ما تكونش حاجة imaginary تكونش حاجة خيالية تكون حاجة real thing هسنمي المثال ما كانتش راجل ينفع من مثلا الايكون بتاع التعبر عن الليل يعمل لي حاجة خيالية كده مش اللي هي امر يعمل لي مثلا ثخب اسود هذا مش رجل بالنسبة لي مش موجود في حياتي فعلا فانا مش افهم معناها ايه عشان توصل المعنى اسمها ايه المعنى ده عشان يوصل فرع عن انك تعرف حاجة صحة لو عرفتها صح او عملت حاجة تفهم هيوصل المعنى صحة لكن انت خلينت عايس توصل المشاهد معنى بحاجة هم يعرفه اصلا فده لن يتم يعني لا شيء لن تصل اليه طيب ده كده الايكون نصل من ذلك الى معنى مهم جدا وهو قاعدة كده عرفها الفنانين بشكل عام الارتست الارتست عايزين يوصلهم من خلال الاعمال الفنيات بتاعيتهم يوصلهم ميسج كان ده يجيلة في المحن والله كده في الاسئلة يقولك الارتست من خلال او through their artworks من خلال الاعمال الفنيات يبقوا عايزين يوصلوا ميسج ودلأ او عايزين يوصلوا رسالة ما بيش حد بيرسم لوحة والهدف منها nothing او دائما الفنان بيعيز يوصل حتى لو فكرة سخيفة حتى لو فكرة انت معترض عليها بس يتظن فكرة عايز يوصل رسالة معينة او فكرة معينة idea معينة او message معينة كنتين تم مهمين خاصة ميسج يوصل رسالة معينة من خلال اللوحة عمل اللوحة فنية عشان يعرف بها يعبر بها مثلا عن الهدوء في الارتست فده كده رسالة اما يرسم لك هنا تل مثلا يرسم لك هنا امر يرسم لك سحاب ويمحطر لك هنا شوار عصافير مش عالفية اي كلام عبر لك عن الهدوء اللي في الارتست فده رسالة عايز يوصل هنا يبقى الهدوء في الارتست هو الرسم العمل الفني اللي بيعبر عن كده استخدم فيه حاجة اسمها ايه رموز عشان تديني المعنة ده ولا هيوصل لك المعنة ازاي يعني برموز صحا كده فاستخدم icons ده كده الدرس تتاعنا نهاردة هنسأل الفنان هيستخدم icons في الرسمة بتاعته عشان تحول الرسمة دي من مجرد ورق عليها ألوان لشيء بيؤدي رسالة معينة المسج اللي هيؤديها المسج حلو؟ بما ان الفنانين عايزين نوصله المسج فالمسج هتبقى حاجة مثل يجي دانسل تحت كده ده كندا شرح انت لازمك تفهمه وتفرر موخك وتفهمه كويس ولما يجيك تدقى السؤال اتعامل معي هتلا نفسك فاهم ان شاء الله كل حد ما تشوف ايه الحاجة بتحفز وخلاط اللي بتحفز تعريف الايكون اترى على رسه وخلص لو انت عايز يعني تسهل الدنيا بص كل الحوار ده في الثلاث تصر دول بس لو لعب ماك انت حامل صفت حلو ولو حتى انسيت التعريف انا بعرفك ازلت في تكره هتبقاش بس بترس وخلاط وقت الرس ده ليه وقت دلوقتي مش وقت الرسالة اللي هيديها لك العمل الفني الرسالة اللي الراجل عايز يوصلها لك منه ممكن تبع حاجة متنين الكلام بديهيات حرفية ممكن تبع حاجة متنين اما رسالة واضحة اما رسالة clear وهو easy to understand easy to understand under stand لا اما تكون الرسالة ده ايه حاجة hidden مخفية صعبة توصل لها hard to understand زي ايه واحد حطى عمال لي روحة معينة حطى لي فيه زي ما قلنا من شوية امر والدنيا زرقة كده هادية وشعاب ايه انا ادى نفس المسال ده كل شوية وفيه شجر وفيه ورق كده بيتطاير في الجو فالدني هادية ونطيفة وفيه حل المعنى وصلي بسهولة فده اي حد يبص على الرسمة هيقول خلاص واضحة وسهلة تكفيه فاش اي صعوبة او واحد تاني بص على المعنى اللي احنا فهمينه النهاردة حلو اللي هو في مجتمعنا المعاصر واحد بص على الفيس فلا قلب اكيد نشيام يعني هيجي في المقه طبعا ان انا حابب الحاجة صح كده بص لها لايك فأحب الحاجة برضا واحد بص لها وش غضبان احمل الناس كلها فهمت ان ده وش غضبان عمرو شدت حد قال لك انا شايف الوش ده بيتحك ليه ليه محدش فهم ده لانه هو واضح و easy to understand الوش ده مثلا بيعمل لك كده هو يعمل لك ده كده وش غضبان اي حاجة من عشر سنة جميل ليه هو عمل كده لان ده ايكون نرجع على النقطة الاسطايا اللي قلنا من شوية اهو شكل يعبر عن معنى اللي هو الغضب والمعنى ده حاجة حقية الناس بتخضب بالقد لا نعتبر عن معنى ما حدش فهمه اههه الفكرة وده السبب ان فيه ايكون فعلا في الموبايل مش مفهومة اي واحد عمل لي ايكون ووشه مش مفهوم اصلا التحبير ده ايه فهم الفكرة ايه فالمهم ان في الائكون ده حلوة مثلا مثلا الائكون على الموبايل مثلا في منها الكلير ووش الغاضب واضح الناس كلها فهمت وفينها هدن مخفي الرمز المعنى اللي عايز يوصول لي ليس مفهوم قوي. صعب فهمه. يحتاج أسأل الفنان. يحتاج أحلل بقى وعمل معادلات كده عشان نفهم الدنيا. ده شوفنا في بعض اللوحات. فيه بعض اللوحات الفنية ده مش. اللوحات العظيمة أغلبها كده. نلاقي الراجل مثلا في اللوحة. قسم اللوحة نصفين. مثلا جايب هنا راجل وهو ليك ده على مدار الدرس. جايب هنا ست. والست مقافها جنب الدولاب. والراجل مقاف جنب الشباب. فيقول لك آه. ده هو قاصد يعمل كده. والرمز اللي عمله ده. حتى ده اسمه رمز. رمز مش شرط يكون شكل. الحلوان الرمز يطلق على شكل بالمفهوم العام. مش هدمن حتة واحدة. ده شكل ما. في اللوحة. فلما يوقفوا جنب الشباك قال لك ده مع عام هو بيعمل في الخارج. والما يقف هي جنب السرير والمطبخ مش عارفة هي تعمل في الداخل. بيدي بيدي تعبير عن الفترة دي كان فيها العلاقة الزوجية عم نزلها. او يخلي لك مثلا هو رفع ايده وهي منزلها لدحت. يقول لك ده ليه علاقة مش عارف بيه. فيبدأ يستخدم المعاني اللي الرجل حطها في اللوحة. الرموز اللي حطها في اللوحة. ويبدأ يقول لك ايجا بتعبير عن انه معاني. هل ده شيء واضح للناس كلها؟ لا. شيء هدن. شيء hard to understand. عكس لما وردتك مثال الوش الاغضب او القلب. الناس كلها فهم ان القلب حاجة حلوة. كده بحب بالحاجة دي. والتاني فهم ان ده اغضب. يبقى الايكون ده هو ايكون ار. بس معبر عن معنى والمعنى ده واضح. يبقى المعاني او المسجس. ان الارتست ممكن يوصلها لك. حاجة متين يا كلير. يا اما hidden او hard to understand. يبقى كده نصل الى الرسالة الى النتيجة الاتية. الارتست. عمل لك مخطط كده بسيط. الارتست. بيستخدم الايكون. الايكونز. عشان يوصل ميسج بيها. بيستخدم في الرسمة بتاعته او في العمال الفنية. خلينا نتكلم عن رسومات ان انها اشهر حاجة في المطاقة. نستطيع ان فيها عناصر. عناصر اللي بنسميها ايكونز. رموز. الرمز ممكن يكون كبير صغير حجم. انت عارف ايه. مالي الشاشة ماليها. ممكن يكون ايه حاجة فيجول. هدفها ايه? شكل يعبر عن معنى. المعنى هو. هيديني المسج. هي وصل لرسالة في المعنى. الرسالة ممكن تكون. ممكن تكون. ممكن تكون. ممكن تكون. ممكن تكون. واضحة. ممكن تكون. ممكن تكون. ممكن تكون مخفية. حاجة صعبة تتهم. حاجة كده. امبيجيوس. طيب. ده كده هو. السايكل دي. تفهمك الليلة ماشية ازايه. لو جاء لك في السؤال بقى بصر الاسئلة دي. تيجي محتاجة فيهم شوية ازايه. مش مستدمن تكون حافظة. هيجي اول نقطة يقول لك. الايكونز هيجي عبارة عن شكل اللي يعبر عن معناه. يقول لك ازايه. يقول لك ايه الكلمة اللي معناها. pattern. pattern has a meaning. ويكون لازم يكون. symbol of a real thing. يعبر عن حاجة حقيقية. وامثلة عليه. figure, drawings, paintings, photograph. اللي اربع عمثلة اللي قلتهم لك فوق. يقول له ده ايكون. ادي اول سؤال ممكن يجيله. حاجة التانية. artists. الفنانين. بيستخدموا الايكون. حلو. عشان يطلقوا يدون رسالة. يعبروا عن رسالة. يدونه. يدونه. العمل الفني ده ارسالة معناه. يقول له ايوه. ايوه. ايجابة تزوه. او يقول لك. دايما الارتست يحاولوا من خلال عمله الفنية يدونه. 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 يدونها فكرة معناه. يعبروا عن هدف معي. ينفعش يرسم الرسمة. وليس عايز يديني منها فكرة. لازم يديني فكرة. وإنه يبقى عبث. ايه من فكرة. يقول لك. الرسائل ده. ممكن تكون حاجة clear. وممكن تكون حاجة hidden. يقول له ايوه صحيح. يقول لك. رسائل نوعين. اللي أنا ممكن تفهم من العمل الفنية. نقط ونقط. يقول له واضحة وخفية. سهل تتفهم. easy to understand. how to understand. clear أو hidden. أي أنكم بلا يجريك في الأسئلة. وده هنشوفه إن شاء الله بالتفصيل في الأسئلة. فانت كده فهمت اللي ممكن تسهل عنه في الجزئية ده. طيب. ماذا الأمثلة على كده؟ قال لك الإيقونز كتير. إيقونز كتيرة جدا. فممكن أن أسع لك بعض الأمثلة العامة مثلا. ممكن تكون الإيقون شكل شخص. والكلمة شخص يعني في شكل لغوي بسيط. بكلمة شخص حاجة معناه منها شاخصة. شاخصة يعني منفصلة. أي شيء منفصلة ليها شخص كده. شاخصة يعني ما منفصلة عامة حولها. لها كائنة الخاص، لها ذات بنقول لها شخص. فإلى لي ذات بقول لها شخص. مثلا الزيت عن الماء. الزيت عن الماء ممكن اعتبرها الشخص يعني شخص. فإن فكرة ثانيا بس نجد التعريف يعني ينتهي بكل معايير التخصص دلوقتي فأنا لو قلت لك شكل شخص زي ايه إنسان حيوان نبات مش عارف ايه كل دي ممكن تكون من الائيكونز فالائيكونز ممكن تعبر عن شكل شخص او شكل شيء الشيء دي تبقى حسن بدل شخص شكل شيء الشيء ممكن يكون إنسان حيوان نبات جماد مش عارف ايه لو رسلت لك شكل شجرة لو رسمنا شكل شجرة عملنا كده اهو حل؟ هم ممكن لقد تقولي الشجراء دي ايهوان منprechen عمل فني علشان تدي معنى الكذا كذا كذا ايّ حاجة واحد ثانيا رسم شمس صح؟ كل Ito جمادات واحد رسم إنسان یعم النبات ل Minds واحد رسم إنسان ه ياهو هل شكرا kings رسم الإنسان فيبدأ كده شخص واحد ثانيا رسم حيوان موجود الرسم حيوانك ولا أعافر حسن به جميل؟ فالنتيجة النهائية إيه إن الايكون اللي هو رسمه شخص أهو learning أو نبات أو جماد أو حيوان كل دول من أنواع الـ Icons فمن أنواع الـ Icons الشهيرة أن يكون هذا الـ Icons معبر عن شيء شيء مثل إيه؟ إنسان جماد حيوان نبات و هكذا أو معبر عن عملية عملية بالتمية مثل إيه؟ هرسم لك مثلا إيقون في البرنامج عندك في البرنامج الجامع بتاعنا ده تطلع كده أي حاجة مثلا أهي هذا الـ Icons عامل إيه؟ شكل Table لأنني أضيفها Table أضيفها جدول صح كده؟ والـ Icons فين؟ أريد أن تكون مظهرة لذلك؟ هذا الـ Icons 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 معبر عن النزول والطلوع أو هذا الـ Icons على شكل سهم أو النوص نفسه على شكل سهم لأنه يعمل إيه؟ يأنكر يدوس هذا المرساة يقف على الشيء حلو؟ وهكذا كل هذه تقوم برنامج الجامع مليان إيقون فممكن أن تكون متعبر عن عملية مثل ما يعمل كده وSave تقوم برنامج الجامعة ويجب لك مثلا حاجة هذه بكي يمكن أن تكون الـ Browse ويجب لك شكل فايلات مفتوحة فالفايلات هذه تقوم بتعبر عن عام مكان المعين وعملية الـ Save تجدها لك أو الطباعة تجدها لك تجدها لك شكل معين هذا يريد أن أمسان فمقول لو عملية الطباعة مثلا نتبع فأتيجي لك ورقة ورقة ثانية مفتوحة ورقة ثانية مفتوحة ويقول لك تعمل لك مكناة في النص يعني أن المكناة تطبع على هذا الورق فعملية الطباعة هذه عملية التي يعبر عنها الشكل الذي يعبر هذا هو شكل إدامعنا فنسميه Icon فالـ Icon من أنواعها أن تكون تتعبر عن عملية الحاجة الثالثة أن تكون تتعبر عن أمر بفعل شيء معين أو نهي عن فعل شيء معين مثل أن تتقمش على الطريق فتجدها Icon وعمل لك معناها إيه؟ أوع توقف ونفعش توقف هنا ونفعش تدخل المنطقة دي ممنوع الدخول لها تلاقيها موجود كده ونبقى سياج يقول لك المكان ده ممنوع الدخول لها منطقة حكومية مثلا فده كده سيمبل رمز معين يعبر عن ممنوع الدخول أو تلاقي مثلا يسمي لك شكل Cigarette كده السجارة وطلع منها الدخان وعمل لك عليه عمل كده أو كده كده عمل الخط أحمر عليها كده وممنوع لك تدخل أي مثال يبقى كده حاجة من ثلاثة الشهيرة عملية ممكن تتم زي عملية التباعة الحفظ لاستيف وهكذا أو بتعبر عن الأمر بفعل شيء معين أو أنها هي عن فعل شيء معين زي ما تلاقيه يفطى مكتوب عليها أنه 60 كيلو متر السرعة ما تزدش عن 60 كيلو متر لكده شكل اللي بيعبر عن معنى يبقى icon شكرا دي من أنواع icon يبقى ثاني آخر حاجة عشان نقفل على الحتة دي ونخص على تعريف العلم نفسه الايقونز ده لما تيجي تذكر مع نفسك أي شكل من غير ما توضح الشكل ده عنده meaning has a meaning حلو؟ طيب المينين ده عشان نفهمه لازم أن يكون في ال context around it يكون في السياق لازم أن يكون موجود في الحقبة الزمنية أو المكانية أو عارف تفاصيل الحقبة الزمنية أو المكانية اللي كتب فيها الرسام اللي عمل فيها الرسام العمل الفني ده عشان أفهمه أفهم المعنى المراد مني طيب وبالتالي نقول اني البترن ده أو الشكل ده لازم أن يكون real thing يكون شيء حقيقي لا يكون شيء تخيل طيب ايه ثاني نحتاج أن نعرفه عن ال icons ده كانت تعريف ال icons ممكن تطلع منها السئلة كثيرة ان ال artists أو الفنانين artists بيحاولوا يوصلونها من خلال الأعمال الفنية بتاعتهم من خلال artworks بيعملوا artworks ال artworks دي بتوصل لنا message رسالة معينة الرسالة دي ممكن تكون clear وممكن تكون مش clear مش كدير دي لها hidden مثلا وكده بارك الله فينا رسالة لو قلت لك سطر كده وحبت اسألك اختبر فهمك يعني لو قلت لك message representation representation لما انت is called is called لما قلت لك التعبير عن الهدف اللي انا عايز اوصله من العمل الفني ده بنسمي ايه؟ بنسمي ايه؟ بنسمي ايه؟ بنسمي ايه هي وسيلة مرئية يعني حاجة بصورة بصورة رسومية شكل معين بيوصلني المعنى message representation يعبر عن المعنى لو اللي فيه مفوط لا تنفوط يعرف يجاب دي بسهولة او انا بعرفها لك هو message representation is called icon الحاجة اللي لما اجا عبر عن الرسالة بتاعتي كفنان انا كده عملت عنصر عملت رمز للتعبير عن الرسالة دي فبنقول ان انا عملت icon فالicon هو message representation طريقة من طرق التعبير عن المعنى او ايصال رسالة او ايصال فكرة معينة الحد هنا ده جوز ال icon خلينا نخش على طول على العلم اللي بيدرس ال icon دي علم بيدرس ال icon اللي هي ازاي ال icon دي بتدينه معنى و ازاي الفنان بيستخدمها جوة اللوحة الفنية بتاعته او جوة العمل الفني بيستخدم عناصر كتيرة كل عنصر من دول يعتبر icon ازاي بيستخدم ال icon بيستخدم ال icon بعضها عشان يدين في اخر معنى معين في ما هيسمى بعلم دراسة ال iconات او iconography 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 علم دراسة ال iconات هذا اللي هندرسه اليوم ونعرف تعريفه طيب تعالى الحتة الوراء على طول الحتة الثانية احنا اخرز دراسة العنية icons ونحن نتفاصيلها الحتة الوراء حاجة بسيطة جدا اسمها iconography وده اعتبر هو ده اساس النص الاولاني ده من الدار الدرس iconography او بنقوله بالعرب كده علم دراسة الرموز او علم دراسة الايقونات ال icons كان لدينا حاجة اسمها icons عبر عن اشكال تعبر عن معنى لما نرى ندرس سورة الفنيه الأجزاء اللي فيها الت via words العناصر اللي فيها كل واحدة دينا من المعنى اعماء بعضهم تدينมاء تليل هذه الصورتنا لماذا تعرف تمام وتددتنا الايقونات بيدرسر الرموز بيدرسر الرموز ذه يدا في الصور فواهاy next احنا رسالة الايدية التيakhبتعبر عنها لماذا وضع الفنان هذا الإيقون في هذا المكان العلم الذي يدرس هذا هو علم الإيقونوغرافي وبما أن أغلب الإيقون واللوحات الفنية هي بتبقى لوحات حصلت خلاص في الماضي فندرس شيء في الماضي بالنسبة لشيء فنية في الماضي فنسميها أنها فرع من أفرع دراسة تاريخ الفنون هناك شيء اسمها أفرع وكذا كذا علم مع بعضهم اسمهم الأرض هيستوري الأرض هي جواع علوم كتيرة مش علم واحد فقط علم دراسة تاريخ الفنون مش علم واحد بس أنا أدرس الفنون في التاريخ بتاعها على أساس إيه هل أدرس الجزء مثلا بتاعتها بالثقافة ولا أدرس ارتباطها بعلم النفس ولا أدرس ارتباطها مش عارف بإيه ولا أدرس وإلى بدرس فكل واحد من دول فرع من أفرع العلم الكبير اللي اسمه Art History من ضمن فروع هذا Art History ده علم جميل جدا هو علم الإيقونوغرافي بيدرس إيه بيرجع اللي وراء بالزمن يروح يجيب الأعمال الفنية التاريخية اللي معمولة على مدار أي وقت في الماضي من أول أسبوع فات لحد القرون القديمة خالص كل ده يسمى حاجة في الماضي بيدرس الهيستوري بتاع الأرض يجيب الأرض ده يدرس في إيه يدرس الرموز اللي ترسمت جوه الأرض ده العمل الفني ده جوه رمز واحد اثنين تلاتة اربعة خمس ستة الرجل عمل هنا شجرة وعمل هنا أمر وعمل مش عارف إيه كل واحد من دول يدرس بها هو ده عمله ليه طب هو ده عمله ليه يدرس الحاجات الظاهرة والخفية ليس يدرس اللي ظهر بس يبدأ يقول لك طب والله ويبدأ بقى يختلف الناس يأتي العالم الفلاني ظهرت مدارس وظهرت قصة طويلة قوي أنا ممكن أعود أقول لك كان ده ثلاث ساعات حلو وده يقول لك مثلا ده فلان عمل كذا في الرسمة عشان يدين معنى الفلاني أصل التاريخ بتاع الفترة دي كان يقول كذا كذا وده لا ده واحد تاني يقول لا ده عمل عشان يدين معنى الفلاني غيره خالص معنى مختلف أصل الفترة دي كان فيها واحدين ثلاثة فيبدأ الناس تختلف ويطلع مدارس فكرية ويطلع ناس تبص للفنون بالشكل مختلف وده كل ما الفناني اللي يكون نسم يكون أعظم يكون أكبر في القدر كل ما الفن بتاعه يختلف عن الناس أكتر لأنه يكون مش مفهوم وراجل دي قصودية لأنه يحبير الناس دي مش بترسم كده وخلاص أو مش بتعمل عمل فني وخلاص بتعمله الهدف صح كده فهذا اللي بنقول لك بما أن الرسام دماغه حلوة فحاطت معاني كتير تفاصيل كتير في الرسمة كل واحدة لها معنى بتعبر عن شيء بشكل رمزي فأنت محتاج تكون عندك نظر ثاقب لكي تفهم الحاجات دي لا هدف الدرس كله الهدف الخفي اللي ممكن يكون الدكتور نيسي يقوله لك أن انت الهدف من ده كله اللي علمك كيف تبص على الحاجة نظرة ثاقبة نظرة دقيقة تطلق تعمشي بخطوات مرتبة حتى أن توصل لأنك تفهم الحاجة دمك فيهم دقيقة مش تبص على حاجة يلا حلوة يلا وحشة ما ينفعش الطريقة دي طيب العلم اللي بيدرس الرموز اللي موجودة في الصور أو في اللوحات أو في العمل العمل الفنية بشكل عام ويدرس هي بتعبر عن ايه يعني يفسرها ويوضحها ويقسمها يحطف تأسيمات يقولك فيه الأزمنة الفلانية كان بيظهر فيها الأيكنز دي ودي معناها كذا 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 حطلنا لها تأسيمات ده فيه كتب المعلومة لديك جدعانة كده يعني فيه كتب بتأسم الأيكنز جواه تأسيم هجائي ألف به يعني الفابيتيكال حلو يقولك الأيكنز الفلانية بتعبر عن كذا والأيكنز الفلانية لو لقيت دي في المكان الفلاني يبتعبر عن كذا وتلاقي بقى أيكنز على مدار التاريخ كتير قوي مشهورة وموجودة في أماكن كتيرا زي ما هنشوف الرمز بتاع موجودة في حضارات لا تحصى عدد كبير جدا من الحضارات حضارة الإفريقية والحضارة اليونانية والإغريقية ومش عالف ايضا حاجات كثيرة حتى المصرين القدامة كان بيستقضموها فده رمزة هو يعبر عن معنى هناخده تحت في الأمثلة رمز يعبر عن معنى والعلم اللي بندرس به بقى المعنى بتاعه ده ايه العلم اللي بندرس الرمز ونشوف معناه ايه هذا اسمه علم الايكونوغرافي تعرف بعد كده من غير ما كامل عايز اعرفك بقى فكرة انك تكون فاهم صح خلي الكلمة دي موجودة حاجة في التاريخي يبقى اسمها Art History اي حاجة تبع للحاجة في التاريخي عن الأرض يبقى اسمها فرع من أفرع الارت الارت history لو جالك لاتي اي تعريف عن الايكونوغرافي وقالك ده اسمه ايه قالك التعريف ده بيعبر عن مين تقدر تقوله ايكونوغرافي بسهولة لانك فهمت اواريج امثلة على انك فيهمت حتى مغير ما تحفظت اواريج لو قلتلك آه 2012 العلم اللي بيدرس الى اللي بيعرف وبيوصف وبيأسم وبيبسر الايكونونات وانه كملك اللي هو ايه 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 اقول لي تعريف ايكونوغرافي خلاص وانت فاهم قد كده فاهم كده انت كانت losers ايه إزهز ي ligeما ي無قاله بقى بحاول انها milhi عشان ده اورك ب2021 سنة في الامتحان والتاني يخلص في ايه؟ عشر دايق بلا مبالغة في امتحان كده مثلا مثلا مثل الريبرد انا الناس كانت بتكلمني بعد الامتحان ايام ما كان بيجي امتحان عدل الدكتور الجديد جاء امتحان مش عدل حلو؟ والله فيه ناس خلاص في عشر دايق مئة نقطة خلاصوا في عشر دايق كله مألوف مش معنا انا كده حافظ انت خلاص ان الموضوع فيه تمكر فانا بقول لك نفس الكلام اهو لما اجي فوق في التعريف التاني الايكونوغرافي اللي هي تعرفين اقول لك هي فرع من أفرع دراسة او من علم دراسة تاريخ الفنون خلاص ده لقطة معي سنة اهو حاجة بدرس الفن التاريخ بتاعه ايه؟ يبقى فن حصل خلاص بدرس في ايه؟ قالك بدرس التحليل والترجمة او التفسير ترجمة الى تفسير بوضح الحاجة بفصر الحاجة باية؟ شيء؟ أي سنبول خلاص خلاص ايكوغرافي اي سنبول او رمز سنبول هي ايكون هي رمز أدرس معنى إيه؟ يبقى أنا أدرس الإيكنوغرافي يبقى الإيكنوغرافي اللي شرحت لكم شوية علم دراسة الرموز ومعانيها أو علم دراسة معاني الرموز هو فرع من أفرع علم دراسة أو علم تاريخ الفنون فرع منه branch of art history جميل يدرس الinterpretation of symbols of icons أو أي حاجة تبع الفكرة رموزه هذا العلم أي شيء تبعيه هذا قعد عام لا يحفظك تعرفين أي شيء تبعيه بيقولك فيها أنه العلم الذي يدرس لي تفسير الرموز الموجودة في العمال الفنية يقول له على طول علم الإيكنوغرافي هل نفسها الأشكال التي تعبر عن معنى هذه الإيكنوغرافي واحد لغبة من الاتنين دولار بين الإيكنوغرافي 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 هي الأشكال التي تبعيننا معاني معينة وتبعينها في العمال الفنية وتستخدمها على الفنان لكي يوصح لنا message والميسج ممكن تكون واضحة وليس واضحة والقصة اللي عادنا نحكيها فوق ده اسمه إيقونز لكن الإيقونجرافي ده اسم علم العلم اللي بيدرس الرموز العلم اللي بيدرس الإيقونز او عطلقها اتوان اتوان دول لو اتوانت منهم انت كم مش عارف انجليزي خط جميل؟ طيب جيب بطريقة ما في السؤال قالك ايه العلم اللي بيدرس فيه الـ identification اللي هو التعريف او التحديد بتاع السيمبلز وبيدرس فيه الـ interpretation بتاع السيمبلز اللي هو تفسير وتوضيح معنى السيمبل المستخدم في العمل الفني وبيقسم السيمبلز وبيدرس الـ classification of symbols كل ده ايقونغرافي هل بعد كل ما قلنا ده ممكن تغلط في الايقونغرافي؟ اشك انت كده تقفيك مشكلة فاهم؟ فرع من افرع علم دراسة تاريخ الفنون branch of art history يهتم بدراسة السيمبلز من ناحية identification classification interpretation meditation اي حاجة بيدخلاص في الفكرة اكل الايكوز نفسها اشكال شكل تعبر عن معنى شفت تعريفه بالعربي اسهل طب تعريفه بالانجليزي كان ايه؟ حتى لو سألك عليه تبقى انت برضه فاهم pattern عندها meaning pattern ذات هذا meaning pattern هذا ممكن يكون اي حاجة شكلية اي حاجة visual اي حاجة بشكل مرسوم زي الـ figure الاشكال او الـ paintings او drawings او الـ photographs كل دي تندرك تحت كلمة pattern و ايه تاني؟ لازم ان يكون الايكون real thing يكون حقيقية حقيقية لا يكونش حاجة imaginary فاهم الفكرة اوه بس كم خلاص 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 ودايما الفنانين يحاولوا يوصلوا رسالة من خلال عملهم الفنانين والطريقة التي يعبر بها الفنانين عن المعنى الذي يوصله نسميها icon او بيعبره عن طريق الايكون حلو؟ فلن يقولك message representation التعبير عن المعنى الذي يوصله الفنان بيسمى icon لو واحد في المرة دي كتب iconography هكذا ما عايز تدرك ليه؟ هو بيقولك message representation التعبير عن المعنى ده بيبقى ايه؟ بيتم عن طريق ايه؟ ايكون العلم الذي بيدرس الايكون بتطلع معنى ايه؟ العلم الذي بيدرس المعنى اللي طلع منها بقى انهو ايكون تدينها انهو معنى؟ حلو؟ ده بنسميه iconography ده علم ده الايكون نفسه بالله علي ما تطلقت ايش عايف اقولك ايه تانى زي الفل اللي كان اللي زهقان ايه؟ يلبس حتى ما يبقى بردان اقرأ معايا كده اهو احنا محتاجين نعمل ايه؟ محتاجين نقرأ التعريفين بص مش تحفظهم ولا حاجة يقولك iconography وقل لي كده هل انت محتاج تحفظه ايه؟ يقولك هو فرع من افرع دراسة علم اه.. دراسة ايه؟ تاريخ الفنون a branch of art history بيدرس ايه؟ فيه حاجات كتير اوه في دراسة التاريخ ممكن يدرس في التاريخ علاقة الفن بالثقافة زي ما قلنا مرة الفتة او الابد الفتة وعلاقة الفن بالسياسة دي كلها دراسة للتاريخ الفنون لكن لما يدرس تاريخ الفنون من ناحية ال icons اللي كانت الفنين بيستخدموها يبقى انا كده بعمل iconography ده العلم بتاع iconography stories the analysis and interpretation بيدرس التحليل والتفسير بتاع السيمبول اللي تم استخدمها في الصور الفنية ساعتها of symbols and images مثل ايه؟ such as an object الرجل اضع عنصر معين في الصورة اعيز اعرف هو اضعه ليه؟ او اضع مجموعة عناصر اعيز اعرف اضعها ليه هنا؟ ليه اضع هذا جنب ده؟ ليه راح هنا اعجاب هنا؟ ده النظرة الثاقبة اللي اترك عليه انك تبص في الحاجات بعد كده بشكل ادق بشكل فيه اعني اوعى فهلان الفكرة؟ حتى زي ما كنت تقول في كورس التصميم الكمبيوتر من تام يوم كورس التصميم الكمبيوتر تقولك انك لازم لما ترجع تبص في التاريخ هتلاقي نعلوم كورس التصميم الكمبيوتر ترجع تبص في التاريخ تشوف العلماء اللي بانوا الكمبيوتر بانوا ازاي؟ التفكير بتاعهم كان ايه؟ النمط اللي مشوا عليه؟ الشئ دعم العنصر ده في الجهاز حطوه ايه؟ العنصر ده في الجهاز حطوه ايه؟ لكنني بنتكلم عن ايه؟ حسس كده بشبه؟ icons اهمت الفكرة؟ بلاش تقموخك ده وتعتبر نفسك بكتدرس في الفنون جميلة انت تدرس ذاتي في هندسة ايه وعد تنسى ده؟ طيب وكمان ايه؟ دعنا نكمل زي انكتدرس ايكون معين هو الرجل اللي حطوه ايه في الصورة ده بنسميه ايه كتدرس ايكون وتشوف هو حط مجموعة ايكت حطها ليه بالنمط ده ليه حط اللي قوله هنا وبعدين حط الزير فوق ممكن يكون قصده ان الزير ده بأي حاجة ويتشوف ايه بقى؟ Under Contextual Significance in Works of Art Context يعني السياق و Significance الهدف او المغزى او المعنى يقولك انك تشوف المعنى بتاعها في السياق بتاع العمل الفني ده انا شفت الامر موجود هنا بس الامر في المعنى الفني ممكن يديني حاجة حلوة او حاجة وحشة ممكن احد يحط الامر مثلا بشكل معين يدي معنى الهدوء ممكن يحطه ويدي معنى الخوف ان الموضوع ساكن قوي يبقى عمليك جريمة ممكن يحطه بمعنى السلام ممكن يحطه بمعنى كثيرة ففيه حاجة اسمها ان المعنى لا يفهم الا فيه Context Around It Around The Artwork كما قلنا في اول شيء خالص في شرح الايكون كده التعريف لديك واضح لا يوجد اي اكتشان هو يجي في انتحان يقولك ايه هيداري الكلمة الخضرة دي ويقولك ما هو القاتي A branch of art history اي حاجة تلاقيها فرع من افرع تاريخ الفنون بيدرس Symbols وضع ايكون كده بصمجنا خلاص وفهمنا ودينا ازال فوق يعني تقديك فهمت وبصمجت يقولك ايه الحاجة اللي هي عبارة عن The science هو العلم اللي يدرس تحديد ووصف وتأسين وتفسير يا عم خلاص يدرس حاجة تابعة Symbols يقسمها ما هو الهي يدرس حاجة لازم يقسمها ويوضحها ويعرفها كانت تحصيل حاصل لما كانت دونه تحصيل حاصل انا ممكن اقولك The science of studying Symbols وبقى انا كده دمت الاربع كلمات دول في كلمة واحد بس هو طبعا مش يبقى كده ايه ليس لديه حاجة اكتبها فوقعا ويدرس Symbols ايه ثاني شبه Symbols اي حاجة شكل يعبر عن معنى بنسميه icon بشكل عام بما في ذلك Symbols او ممكن themes نسميها themes يعني ايه شكل هيكل معين بتاع اللوحة الشكل كله على بعضه ليه عامل كده واخد theme معين واخد مثلا لمحة انه هو منطقة بردة او منطقة ساخنة او منطقة مش عارف ايه او حدث في جريمة او حدث في كل دي اسمها themes And subject matter individual art بشكل عام بيدرس الهدف او بيفسر الحاجات الموجودة جوه اي visual art اي عمل فني مرئي لوحة رسمة تمثال منحوطة اي حاجة العلم ده بدأ امتا؟ تعال نطلع بره بقى دي محتاجين نقف عندها شواء حتا دي جديدة محتاجين نشرحها فهنا ايه تفاصيل كتير بس ايه سهلة العلم ده بدأ في القرن الستاشر في القرن الستاشر وابتده في السكستين سنتشري العلم بتاع ايه اللي هو الايكنوغرافي الايكنوغرافي علم دراس الايكونات ده انك تدرس اللوحات التاريخية من ناحية الايكونات اللي فيها معناها ايه العلم ده موجود من نزل ازل منبادر جدا الناس كلها الفنان نفسه اللي رسم اللوحة من 3000 سنة كان حطس هذا العنصر لهدف امه فده كده مش هو الايكنوغرافي الايكنوغرافي هو العلم النظري اللي حط قواعد افهم بها كل ايكون بتطلع معناه ايه ونمشي على منهج معين ده اللي قصنا به العلم النظري زي ما اقول لك علم النحو ظهر في سنة مثلا حاجة وسبعين هجرية المقصود مش ان النحو بدأ من هنا مقصود ان العلم النظري للنحو تحط هنا ابو الاسر الدقلي مثلا حط علم النحو هنا لكن قبل ستة وسبعين لحد بدء العرب كلهم كانوا يتكلموا عربي وكانوا يمارسوا النحو لكن الوضع النحو نظريا كان في السنة دي لما نقول انهم حطوا علم اصول الفقه في سنة 200 وحدة على يد الشفعي مثلا حلو؟ هل قبل ما كانوا يمارسوا اصول الفقه؟ ممارسة هذا العلم هذا عبس عندما يحصل عكس كده الناس اللي جاءت يقول لك رأيت انت الخبر المشهور ده البخاري يضع الصحيح وهو مسلم في السنة كده قبلها كان الناس بيعملوا ايه؟ يا ابني قبلها كان الحديث موجودة برده هم ملموها في كتاب وحطوا العلم بشكل نظري قالوا الراوي ده يبقى ثقة الراوي ده يبقى الثقة هنا نعمل شروط التصحيح شروط التضعيف شروط مش عارف ايه شكل نظري بيحول اللي الناس بتعمله لكلام مكتوب في كتاب نفس الكلام هنا الفنان بيرسم وكل ايكون بيحطها لها معنى كل ايكون لها معنى انا بقى جيت عمي قلت كتاب كامل ادرس لك فيه ازاي تطلع المعاني ده واستمتالك قلت لك ممكن يبقى كذا ممكن يبقى كذا مش عارف ايه؟ عدت عمل حوارات جواه هذا العلم بشكل نظري هذا الايكونوجرافي ظهر في القرن ال16 لكن ممارسته مالهج دعوا بموضوع حالس هذا منزل ازال من بدر يعني طيب من اشهر الاعمال الفنية التي كتبت فيه على الاطلاق من اشهر الناس اللي بدأوا العلم ده اصلا هو الراجل اللي اسمه الكلمة دي الراجل ده ايطالي ونطقه صح تشيزاري ريبا تشيزاري ريبا انتبقى انتبقى ايه؟ بالعربي سيزر سيزر ريبا هل؟ تشيزاري ريبا انطقها سيزر ريبا المهم ان راجل ده عالم او رسام ايطالي وعالم دراسة الايقونات عالم في الرسوميات هو هو انه يعتبر من الروادد خ detok this is known this is the name Iconology او بها سيزار او سيزر سميه سيزر وخلاص. المهم ان اكتبها تكتب الكلمة او تقرأها. كتبه في القرن الستاشر كتبه في الف خمسمية ثلاثة وتسعية. ملادي. الف خمسمية ثلاثة وتسعية. كتب كتب اسمه ايه؟ ايكونولوجيا. عمل في ايه؟ عمل في تحقيق لفكرة المعنى النظري للعلم ده. كتب فيه العلم بشكل نظري. بقى ازاي بدأ يمسك الرسمات. يمسك رسمة رسمة. ويقول لك الرسمة دي فيها العنصر ده للهدف الفلان. والعنصر ده في الهدف الفلاني. وده ده 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 ده. وقعادي يرس كلام. يمسكه. يعرفك كل رمز تحط له. وكيف نحط الرموز. وبدأ يقسمها ويضبطها 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 بدراسة معانا. انا ممكن افتح الكتاب ده في مرة ونقرأ فيه. ده نطيف جدا. فيه حاجات حلوة. جايب رسومات من الزمن العتيق. قديمة جدا. والناس كنت تبصوا على انها على رسومات عادية. قال لهم لا. لانتو اللي مش راهمين. ده الراجل في التاريخ الفلاني يضع الرسمة ده. الحتة دي هنا. عشان يدي المعنى الفلاني اللي كان بيعبل عن ثقافته في الفترة ده. وحط الحتة ده عشان ايقا مش عارف ايه. وعمل توزيع للكتل بالشكل ده عشان يضع انسجام معين. فيديني معنى الهدوء او يديني معنى الزحمة. كما تلاقي الرسومات كده. في خمسين واحد في الصورة بيعملوا حاجة كده في نفس الوقت. فانت بتحس بشعور كده ان طباع اول بيتخذ ايه عن الرسمة. هو بيدرس لك كل ده. يبقى العلم اللي بيدرس العناصر بتاعت الرسمة. الايكونز اللي في الرسمة. والانتربريتيشن بتاعها. كل ده اللي علم اسمه ايكونوغرافي. من اشهر الكتب فيه ايكونولوجيا. اللي كتبها تشيزار الريبة 1593. محتاج حاجة تانية متدائية من الحياة. دي نزال فل. تعالي بقى ورية لك ده. بيقولك. هذا ينزل تحت انا محتاج الحتة دي. اوه ده كتب ايكونولوجيا للتشيزار الريبة. كتبوا ايه اسمه ايكونولوجيا. هيجيلك في الاسئلة. وهيقولك على اسم العلم ايكونوغرافي. ايكونوغرافي. ايكونوغرافي اسم العلم. زي جيوغرافي زي عمادوغرافي. كلهم ايه اسماء علوم. لكن ايكونولوجيا ده اسم كتاب. ملوش اي ضعب مضاء خلص. كتب 1593. كتبوا تشيزار الريبة. وعمل فيه دراسة للحضرات القديمة. الرسومات اللي يرسموها. والسيمبل اللي استخدموها كل سيمبل معنى ايه؟ فبنقول ان الكتب ده اسمه ايكونولوجيا. يتبع علم ايكونوغرافي. اللي هو فارع من الارت هستوري. دراسة التاريخ الفنون. واللي هو بيعتبر ايه؟ واللي هو بيعتبر علم الانتر. اللي بيعمل انتريبريتاشن. ويهيه؟ كلاسيفيكيشن. ويهي ايدنتفيكيشن. وانا ايه. وانا لا ايه ايه. لا ايه ايه ايه. كنت عايز اجيب كله ايه. للايه؟ للسيمبلز. يحلل السيمبلز. يدرس السيمبلز. علم The Science of Studying Symbolز. وصوت. صور من الكتاب من جوه. افتح. يجيب لك عبارة عن ايه؟ يمسك صورة صورة. مثلا صورة ايه. ويقول لك بقى هنا حصل كذا وده كان معمول عشان كذا. والحطة دي عملها عشان كذا. اول طبعا منه كانت في سنة 1549. اهي. ورده صورة معينة. يقول لك الكلب هنا حطنا عشان كذا. الزعافة دي محطوط عشان كذا. مش عارف الكائن ده الطائر ده ايه ان يكون بقى. الشعر مرسوم بالطلال فرنية. ايديها ده معمول عشان هدف معين. كل ده يحلل روك تحت. يعني. يعني. علم ده ممتع جدا. طيب. يبقى عندنا. ثلاث حاجات لازم انتعرفها. يعني. بشكل خارجته عامة. هناك إيقون. اقول معي المعنى على طول. شكل يعبر عن معنى. بيكون حاجة لها حقيقة. حاجة حقية. بيكون رسمة معبرة عن معنى. بنتستخدمها في علم. لان ندرسها. ونتدرسها في علم اسمه إيكونوغرافي. أو إيكونوغرافي. اليه العلم من اشهر الكتب اللي كتبت فيه. كتب اسمه إيكونوغرافي. إيكونوغرافي. حلو، الذي كتبوا مين؟ إتشيزاري ريبة إتشيزاري ريبة ربكم بانطقوا يعني صح وكتبوا سنة 1593 ده أنا مش هسألك الحاجات دي بس لو سألك يعني تب أنت فاهم والعلم ده كله بشكل عام بيعمل ايه؟ بيعمل بيدرس السيمبلز بيعمل لها اي حاجة اخرها ايشا بيعمل لها ايدنتفيكيشن كلاسيفيكيشن انتربريتيشن وهكذا طيب لو قلت لك عرفت للايكنوغرافي اي علم بيدرس السيمبلز حط اي حاجة بالسيمبلز الستاذيج سيمبلز الستاذيج حط بقى تأسيم ترجمة تفسير تحليل كل ده اسمه دراسة للسيمبل فبينده بيحصل في علم اسمه ايكنوغرافي اللي هو بيدرس السيمبلز او بيدرس الايكن اللي اتنين نفسي معه كده انت مبسوط حسنا حاجة اخيرة اقرأ كده السطر اللي في اخر ده سطر ده ناقص في السلايز السطر ده ناقص تاخد كوبي غلط يعني تاخد كوبي من مقالة كده عن نت مشهورة اقرأها بتعرف كالعلم الايكنوغرافي يقول لك هو العلم اللي بيحدد وبيوصف وبيقسم وبيفسر السيمبلز الرموز والثيمز والسبجكت ماتر اي حاجة موجودة فين في اي فيجوال ارت في الفنون المرئية مش المسموعة ما ينفعش يطبق الايكنوغرافي على الاغنية لا مالهاش دعوة ده عزين حاجة فيجوال جميل الترم اللي هو بتاع الايكنوغرافي ده can also refer to the artist's use of this imagery in a particular work ممكن الايكنوغرافي تطلق على اني لما الفنان يستخدم احد هذه الامور في العمل الفني بتاعه بنتسميها برضو ايكنوغرافي يقول لك بقى الجملة الصحية the earliest iconographical studies اول دراسات تمت لعلم دراسة الايقونات ده كانت فيه في القنة الستاشر تم نشرة في القنة الستاشر وكانت عبارة عن ايه كلها شعرات من تاخدها من الادب القديم الادب العتيق او الحاجة القديمة يعني اللي هو الادب القديمة العمال الفنية القديمة ويتحولت لي اسمها ايه للبكتوريال ترمز for the use of artists لاشكال فنية او اشكال صورية تصويرية استخدمها الفنيني عشان يعملوا بيها الشغل بتاعهم مهمن يعني العمل الفني اللي ظهر في القرن الستاشر كان بيناقش فكرة الايكنوغرافي او العلم اللي اسمه ايكنوغرافي عن طريق نوه بيجيب سيمبولز ويدرس لك هي استخدمت هكذا لماذا فبعدها الفنيني بدأ يستخدمه ده في لوحاتهم الفنية واشهر واحي على الاطلاق عمل الحواردة the most famous of these works is تشاري ريبا اللي هو الاسمه ايكنولوجيا الكتاب الاسمه ايكنولوجيا 1593 ميلاديا تحتها هنا جديد لك صورة الكتاب والتاريخ بتاعه وانا شرح لك على الجنب هنا الكلام قلته كله ادي صور من الكتاب جديد لك شكل معين بيقول لك عمله كده ازاي كده خلصنا طيب اه اريد ان نطلع فوق شوية نمر على الورده بسرعة عشان انت تفاهم برده كل شيء فيه عشان نفوت تقرأه بس يعني لو حابب يعني اهو بيقول لك الايكن هو ده اللي تحفظه عشان ده جاي في امتحان خلاص كده اللي فده فهم وحفظنا برده حلو اللي جاي بقى ده ده اللي بيجي فعلا يقول لك الايكن هي ايه pattern شكل معين عند وميننج معينة بتكون معبرة عن ايه حاجة في real thing شيء حقيقي symbol of a real thing الشكل ده ممكن يكون ايه figure, drawing, paintings or photograph فانت التعريف بالنزاك شهل قوي لو بتقسم التعريف لحتة وتفهم كل حتة الوحدة وتربطهم ببعض ترجع تحفظ التعريف تقول ايه ده بدينا سهل عكس لو كنت قررته من اول مرة تحسن انه لعبك طيب نفس التعريف انا بس كتب شرح فوق امثلة الايكن كتيرة حاجة تعبر عن شيء سواء شخص او انسان او حيوان او نباتة او كانت او عملية زي عملية الطباعة ده ايكن معبر عن معنى شكل معبر عن معنى يبقى اسمه ايكن ايكن تعبر عن عملية print print function عملية الطباعة حلو او حاجة تعبر عن امر او نهي بقولك لا تدخنش هنا ما تخشش المنطقة الفنية ما تعملش مش عارف ايه طيب الايكن نفس التعريف بس المينيك بتاعها ممكن يتفهم او لازم يتفهم can only be understood لازم يتفهم فين within the context around it في السياق اللي تحط فيه لازم ان تجيب الرسمة تعرف الزمن بتاعها والمكان بتاعها والاحوال اللي كانت موجودة في الفترة دي وفي غضون هذا او في اثناء هذا السياق خلال هذا السياق تعرف المعنى بتاع الايكن دي كان معبر عن ايه ايه بيقولك انه ان الرمز ده بيختلف فهمه من المكان للمكان ومن زمن لزمن فلو واحد من الماضي مش هيفهم اصلا الرمز معبر عن ايه لانه بالنسبة له هو شيء مش ريال اصلا مفيش حاجة اسمها تباعة وبالنسبة الرجل بتاع المستقبل برضه ما يعرفش عن ايه تباعة ممكن يكون ساعتها الحاجة دي اندفرت بياني استخدم حاجة تانية فالتنين مش همين الايكن دي بتعبر عن ايه بيقولك انه عايز يفهمك ان الايكن او فهم الرموز يختلف من مكان لاخر ومن زمن لاخر بيقولك انه ان الفنانين دايما بيحاول يعملوا ايه يوصلوا رسالة او عن الرسالة اللي الفنانين عايز يوصلها هي ميسج ريبريزنتيشن تالي يقودنا النقطة اللي وراها انزل تحت كده ميسج ريبريزنتيشن اسكول دان ايكن الايكن او التعبير الرمزي الرموز استخدام الاشكال هي طريقة يتم استخدامها من قبل الفنانين للتعبير عن ايه او لإيصال الافكار بتاعتهم او الرسائل اللي عايزين يوصلها لنا او المعنى اللي عايزين يطلعه لنا السؤال ده يجب انتحانا اسمع مني صح صح ليه طيب اطلع بما انهم عايزين يوصلوا الرسالة فالرسالة دي هيمها تكون واضحة مش واضحة بصوا بقى قالك واضحة ومش واضحة دي في صفحة يقول لك ممكن احيانا تكون الرسالة اللي عايز يوصلها لك واضحة زي الشمس زي الرمز ده كلنا عارفين انه هو بيعابر عن الاعجاب بشيء معيض او بيدلك امثلة بقى زي انك تكون بتحاكي الواقع لما تحطي رمز يعبر عن صورة الانسان انا فهمته على طول اطلع كده فوق اطلع 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 اهو فهمت ده او مبسط له مش حتاجة يعني حاجة تفهمني فده بنسمي ان هو سعيتها الميسج كلير الرسالة وصلت ان ده انسان طيب وممكن زي رمز الثامز او او اللي هو اللايك يبقى ذي الاميتيشن اوف رياليتي انك تكون بتحاكي الواقع او او الشخصات مش عارف ايه كل ده حاجة بتبقى واضحة المعنى مش محتاجة يعني اذا رسمت صورة احد الرجال الدين فانا فهم ان انا بمدحه او رسمت رمز ديني واحد رسم رمز ديني في ديانة او في معتقد ما فده كده بمدحه فهم مفهومة المعنى اللي تطلع منها مفهوم او وابقى احيانا بتكون رموز غير مفهومة ده كده السيمبول اهو بس مش مفهوم المعنى بتاعك او معنى اللي انا عايز اوصره لي فيقولك ساعات الرسائل اللي عايز يوصرها تكون مخفية صعبة تفهمها بيكون عندها احتمالات كثيرة في فهمها ممكن راح يقول لي ده معناها مثلا كذا والتاني يقول لي لا دي عايزة توصلي رسالة انها كذا مش مفهومة عكس الثمذوب او اللي هو لايك كله فهمه مفيش خلاف عليه بمناسبة على فكرة معلومة لك على الجانب كده بيقال تاريخيا وده رأي قوي كمان ان اول واحد استخدم الثمذوب او اللي هي علامة بتاع الصباع الابهام ده انه يبقى الفوق للتعبير عن الاستحسان كان الامام امام احمر بن حنبل امام اهل السنة احد الايمال الاربعة الكبار امام احمر بن حنبل من اول الناس ان لم يكن اولهم وده خلاف تاريخي كده بسيط حلو لانه في رواية كده بسيطة ممكن توصلها في كتاب اسمه يحيى بن معين يحيى بن معين كان من العلماء الكبار في زمن المحل الحنبل ستجد عثمان الدوري يروي عن ايه في كتاب يحيى بن معين ان سمع لامام احمد يسأل عن اثنين كان احمد متخصص في الحديث حديث النبوي فكان يسأله عن الرواة علم السنة عندنا وصل بالسند وصل كله بالسند واحد عن واحد عن واحد وكلهم ثقات وعدول بايه والسند متصل قصة كده حبن نعملها عندنا عشان نتأكد من المرويات حلو فسؤل في مرة عن ايه عن ده قصة تعرفها كده على الجنبي يعني لو عايز تجري جري سؤل عن اثنين واحد اسمه محمد بن اسحاق وده عالم ضخم جدا مشهور مؤرخ وحاجة عظيمة من قوائل المؤرخين العرب اللي تشهروا في زمنه كان مسلم طبع حلو اتسأل عن محمد بن اسحاق وعن موسى بن عبيدة الربذي فاتسأل عن اثنين دول ايه ما رأك فيهم في رواية الحديث فقال اما موسى بن عبيدة الربذي فكان ايه فكان رجلا صالحا حدث باحاديث مناكير وقال رجل كويس بس ايه الاحاديث فيها مشكلة مهم سيدنا منه من النقطة دي جاء عند محمد بن اسحاق اللي هو العالم الكبير كان مؤرخ قال اما اما محمد بن اسحاق فتروى عنه تلك الاحاديث يصد انه احاديث المغازي الحروب اللي حصلت زمان وكده واما الحلال والحرام فان نريده رجالا وعمل ايه عمل ايده بعلمة اللايك كده عايزين رجالة كده فهم الفكرة قالك فوقفه رفع يديه واشار بإيبهامه عمل صبع الإبهام لفوق فبيقان ده اول مرة حد يستخدم الثامزة اوب يعني حلق فاحيانا بيكون رسالة واضحة زي الثامزة اوب او اللي هو لايك وحيانا بيكون مش واضحة زي الرمز الغريب العجيب فكده انت مبسوط وفهمت الليلة اللي احنا شرحناها على البورد انا بس بس كرول داون كده بسرعة عشان فهمك اللي احنا قلناها على البورد اصلا بالفعل ده مش شرح الايكونوجرافي او علم دراسة الايقونات فرع من علوم دراسة التاريخ بيدرس السيمبولز او الرموز بتتفسر بمعاني ايه بيحللها يجيب الرموز اللي موجودة في الصورة يقولك معناها ده كده الايكونوجرافي او هو العلم اللي يدرس السيمبولز بشكل عام بقى بيفسرها بيقسمها بيحددها بيوصفها كل ده اسمه علم الايكونوجرافي ظهر في القرن ال 16 بشكل نظري او اشهر الاعمال بتاعته العلم الكتاب اللي اسمه ايه ايكونولوجيا المؤلف على يد تشزار الريبا 1593 ده كل المعلومات اللي اعزاك تعرفها دلوقتي مبروك عليك اللي جاي بقى ده بصنا اكتب لك ايه هنالسلايدز مش عاملة كده الصفحات الجاي هديك كل الامثال اللي موجودة في السلايدز على جزئية الايكونز السلايدز جايب لك امثلة بقى تقول لك شايف الامثال دي على الايكونز شايف المثال ده على الايكونز انا هجبلك كل امثال دي على بعضها لانك مش هتستيل عاليا في انتحان ان شاء الله ولو اتسألت انا مش مسؤول من فكرة الدكتور قالت السنادي مش هجيب صور خالص فريح مخك انت تشوفها كده عشان انت افاهم بس مش اكتر لو عايز تجري الحتة اللي جادي كلها جريها براحتك لاننا هنقول فيها كل مثال هنقول لك اه بص بقى رسمة دي الراجل جاب الايكون دي عشان كذا ودي عشان كذا ومش هتطول في الشرح خالص فيهم بإذن الله خليك معي طيب خلينا نيجي على الجزء الثاني هو جزء الامثلة زي ما قلت لك الجزء مش طول فيه خالص مش مسؤول لو جي عليها سئلة بس هو ان شاء الله مش هيجي ده كلام الدكتور السندي وحتى في السنة الجاية هتلاقي الورق كافي جدا وانت هتفهم الرموز بشكل بسيط هيتدى يدي لك امثلة على اللي احنا خدنا من شوية اللي هو الايكونز الايكونوجرافي ازاي الفنانين حطوا رموز للتعبير عن معاني معينة الرموز دي اللي بتعبر عن معاني بنسميها ايكونز العلم اللي بيدرس المعنى اللي بيطلع من الايكون اسمه ايكونوجرافي هنواريك دلاتي كامثلة الصورة قداميك فيها امثلة اللي شوات عين كونز نستخدمها يوميا زي اللايك اللي هو بيعبر عن الاستحسان حاجة عجباني هلو اعجبني هلو بمناسبة هو اعجبني مش يعني المنشور الاعجبني مش صاحب منشور الاعجبني دي نقطة ودي نقطة وده برضه احبابته اسمه كده على الفيس احبابت المنشور فانا في كارتح احبابت صاحب المنشور فبالجت انت يعني مدت حاجات دي تعريفات غير الحقيقة فلايك دي كلها حاجات مفهومة اولا بتشوفها بتفهم عليكم ان انا ده استحسنت شيء معين ده حبيت شيء معين خلاص ده ايكونز اهي لانها ليه سمت ايكونز لان انا انا سمت شكل اي شكل ايدي معنى اسمه ايكونز شكرا مبروك عليك فلو الفنان استخدم الرمز ده او الشكل ده في اي مرة مش شرفت فنان اي حد استخدم الرمز ده فهي ده المعنى اللي عايز ايه يوصله زي الريستروم او اللي هو الحمام شايفون ماذا يكسفوا له الحمام العام اللي هو الحمات اللي في الشوارع بيتحط على الرمز دي دايما اللي هي الايكونز دي ايكونز تعبر عن معنى ايه هو زي ما قلنا ان الايكونز فيه التلاتة انواع شهيرة او منها ايكونز تعبر عن شيء شخص انسان حيوان نبات جمان فده بتعبر عن انسان هو صح رجل امرأة انسان من ذوي الهمم طفل مش عارف ايه كل دول صح كده فده لما يتحط على اليفطف تاعت الحمام العام فالناس ده تعرف ان الحمام ده مناسب لمين فتلاقي جانب مناسب لي النساء وجانب مناسب لي الرجال والتاني لأصحاب الهمم والتاني للأطفال او الرضع وهكذا فده كده شكل يعبر عن معنى فهو ايكون اقولها باللغة بالتعبير بقى الصح بتاعها باترن عندها ميننج حلو بشكل رسومي فيها رسومياته شكل مرسوم وبالتالي الحاجة دي ريال ثينج وبالتالي في النهاية كله بنسميها ايكون شكرا لتعريف تعال ايكون ده معناها لا تدخل ممنوع الدخول فده كده شكل يعبر عن معنى فهو ايكون او سيمبل ايكون المعلم ده بنسميه سنو فليك سنو فليك ده شكل يعبر عن البرودة وبالمناسبة دي شركة اصلا شركة كبيرة جدا في العلوم التقنية في التكنولوجيس يعني وبتوفر لك منصات زي اللي ايه النوع اللي هي اساس اللي هي service as a software software as a service اللي انا قلت ده software as a service اللي هو انا درسناها زمان حتى في الكمبيوتين وكلام ده مهم يعني فهي حاجة بتعبر عن البرودة بتظهر دايما في البرودة اكتب كده عن نت snowflake man طلع لك اللي هو الانسان اللي تلجي اللي بكتب ومن الرمز ده بيفكرك بنية الدنيا برد الدنيا حلوة فيها برودة وخلاص فكك من الشركة اللي انا قلت اسمها هذا لأف طيب لكن هذه رموز لا تحمل معنى مفهوما هي لها معنى بس احنا شاهدينه لان هي مش منتنية للثقافة بتاعتنا ولا نعرف نعرف تاريخها اللي كتبت فيها هي لها معنى بس لا نعرف هوش فده نتيجة نحن المعنى بتاع الإيقون يختلف بال الكنتكست بتاعتنا لازم نعرف الكنتكست around these artwork اعرف الجو المحيط بها كان ايه الرسم لما الرسم كان الوقت بتاع عمل ايه اكيد لها معنى بس لا عرف هوش فالمعنى هنا hidden غامض hard to understand بطبق لك على الفاته طيب بس الصورة هنا بيقولك فيها امثلة على استخدام الفناني للأيكن كل فنان من هنا عمل الصورة وحط فيها ايكن لكي يوصل لك رسالة معينة هو فنان ونصح فإيه ليس يوصل لك اسم الرسالة الذي هو يوصل ها لك يعني مكتب هنا ومكتب لك على الورقة كلمتين اقول لك الرسالة لك هذا لم يبقى فن الفن انه وصل بشكل مرئي بشكل فيه visualisation فيها شيء مرئي هنا مثلا اذا عملها لو عايز تعرف بابلو بيكاسو مشهور قوي فنان رسال اسباني على ما أذكر اسباني بابلو بيكاسو مشهور جدا ندور عليه عن نت احد الفن التكعيبي النوع من أنواع الفن يسترم طريقة في الرسمات جميلة أو يسترم عليها ويعيش رسم رسمة يقول ان هذا هو حبيبته يعني الانسان الذي كان الوحدة الذي كان متعلق بها زوجته وليس زوجته من النجزع حال رسم لها بصة في مراية ومسمى اللوحة فتاة أمام المرأة أو a girl أو girl before a mirror أمام مراية ما الذي يعبر بها فيها انظروا انظروا رسم هنا شكلها شكل جيد شوية يعني هو يقصد هو يخليه جيد ومعرف هو فيه حاجات ليس مفهومة يعني هو ليس موضح حتى هو فيه وش واضح البقاء أنا مش عارف هو هذا ماذا هذا تدراعها أو هذا جوانتي مهم يعني أنه رسم رسمة فيها وشها في نظارة وبصحته وفي الشباب وكذا وهي كما تبدو بالشكل الخارجي عندما تبدو في المرأة رأيت الحقيقة فقال ما هي داخلها رأيت نفسيتها رأيت الدنيا التي داخلها فقال رأيت نفسها خايفة من العجز خايفة من الكبر شكلها حزين فيها لا أعرف ما متضايق أو خلاص يقولك أنها من بره مثل الفل ومن داخل الدنيا تعبان فأنت كده نفسيتك تعبان يا صديق فأنا أعرف أنت من بره ومن داخل يعلم هو هذا الرسال يمكن أن نسمر مثل اليافطة من داخل ومن داخل يعلم مهم يعني فالبابلو يقصه يعبر بها عن أن البنت الذي يعرفها وهي معاه بتقيم مبسوطها بشبابها وعلاقاتهم كويسة والدنيا مثل الفل هذا متمثل في النص الشمال من الرسم لكن تبقى خايفة من العجز ومن داخلها ومن داخل أن العلاقة ممكن أن ننتهي هذا الجزء الذي ظاهر في المراهة فيها تفسيرات كتيرة هنا ممكن نختلف مع بعض واحد يقول لا أنا شايف أنه استخدم هذه الألوان بسبب وضع وشها هنا بالطريقة لكي ضع في شكل معين لكي خايفة من العجز كما قلنا أو خايفة أو نفسيتها من جوة من داخل أو انظر معاني كتير كل هذا الفنان عمله بإيه أنه ضع رمز شكل معين يعبر عن العجز شكل معين يعبر عن النظارة والشباب شفت الفكرة آيكون هي شكل يعبر عن معنى يستخدمه الفنان لإيصال مسج معين درس كله يتلخص في الصور نفس الكلام مثلا لو جئنا هنا مثلا رمز دينية لو جئت هنا الرسمة مشهولة على الفكرة لو دورت عليها على ما أذكر كان اسمها المسيح ضبط الكل المسيح عند المسيحيين هو جيزس عندنا نحن السيد المسيح السيد المسيح إيسا عليه السلام الصورة اسمها المسيح ضبط الكل لو دورت عليها على ما أظن يعني موجود على الفكرة عندنا دير سانت كاترين لو أنت تروح سيناء شبه جزيرة سيناء عندنا في مصر هناك دير اسمه دير سانت كاترين أو تبع القديسة يسموه دير القديسة كاترين ماتت في سنة 18 وعند معلومة لك لا تتطرق هذه هي عند الارثو دوكس شهيدة لكن عند الكاثوليك من المساعدين الاربعة عشر دور على العنوان مشهور قوي عندهم 14 قديس قصة لا تشرح مهم يعني أن لوحة فيها سينبول كثيرة تعبر عن بعض المعانية التي يريد أن يوصل لها أو يريد أن يوصل لك المسيح ضبط الكل معنى لك فالآيكون تؤدي لمعنى فهي إيه فهي آيكونوجرافي تابع الآيكونوجرافي تعال آيكون شكلي يؤدي المعنى فهو آيكون ندرسه يبقى علم آيكونوجرافي هذا التطبيق العامل الذي يريد أن تصل لك نفس الكلام هنا جاء لك سيوف وليس عارف وليس عارف خائفة خائفين فهذا يتكلم عن الحرب والسلام أي أن يكون هنا استخدام رمز الجمجمة والشمعة والدلال على فناء عمر الإنسان وقصة طويلة كل واحدة من ذلك لا يمكن أن نتطرق فأقول هذه الحتة لنشرح لك بالتفصيل ممكن أن نعطيها ساعات حرفيا يعني لا يمكن أن نعطيها وليس هذا هذا في الدرس أصلا فهي فباختصار الفنان يمكن أن يستطدم رمز معين لكي يوصل معنى معين فبلاش تبص للرسم نظرة سطحية لازم أن تتطرق لها من جوها بالتفصيل هذا عموما يعني لكي أفهم قد ذلك هنا هذا مثال يمكن أن يأتي في الأسئلة أنا أتوقع أن هذا ممكن شيء مثل هذا يمكن لفهو لأن أنت لا تعرف لحد عنهم يعني لا تعرف ما تعرف ما هذا فهي لا أسألك لكن الذي يمكن أن تستطيل عليه مكتوب تفاصيل تحتها هذا رمز معين يسمى Tree of Life شجرة الحياة هذا الشجر يتمثلنا ماذا يتعبر عن معنى أي رسمة تعبر عن معنى هذا المعنى الذي يريد أن يوصله فالتالي هي icon مبروك عليك طيب المعنى أنه تعبر عن كل عناصر الإنسان الإنسان عبارة عن جزوره تكون المعتقد بتاعه beliefs الإيمان بتاعه فالمعتقد له ساق من الذي يمارس الإيمان من الذي يتمارس هذا العقل والجسد وبعد ما يمارسوه لو عرفت هذا الساق مبنيه على جزوع قوية لو العقل والجسد لديهم beliefs قوية أو معتقدات راسخة ينتج في الأفرع النهائية اللي بتنتج الشخصية بتطلع wisdom يطبع عنده حكمة إنسان حكيم يبقى كأن الصور يتلخص لك الدنيا كلها يقولك عيس يبقى حكيم يبقى يبقى جسدك وعقلك مبنين على beliefs قوية هذا طبعا معنى كلام فارغ ففكك مني حمنا نكلم ذاتي على tree of life كرمز بيسيمبوليز إيه العلاقة بين عناصر الإنسان المعتقد ينبني عليه عقل وجسد لو تبنى على معتقد راسخ يعطي لك إنسانا حكيما يعطي لك صفة الحكمة اللي هي الأفرع بالنسبة شفت إزاي الفنان ممكن يستخدم رمز لإعطاء معنى بشكل نفس الكلام لكي لا نتحدث لكي لا نتحدث لن نفس الكلام لن نفس الكلام هناك منها رموز دينية أغلبها اللي متخد في الفترة في الرسمة دي متخد من Middle Ages والفترة دي كان فيها انتشار للديانة المسيحية يتكلم عن أوروبا طبعا ليس عن عوالم أخر ليس عن عالم الإسلامي ليس عن عوالم الهند ليس عن الكلام كل واحد لي رموزه الخاصة لي معتقداته الخاصة ولي الفنون بتاعته هو هنا في المنهج مركز على الجزء لغرض الدكتورة تعرفه مشاهلا لعرف جميل فكل آيكون من دول هنا الرسومات للقدسين كل آيكون تعبر عن معنى والشمس الموجود أو الضوء الموجود يعبر عن معنى والكتاب المفتوح يعبر عن معنى وهكذا كل تفصيلة العالم اللي الفنان حطها عشان يعطي معنى معين يبقى شكل يعطي معنى pattern has a meaning تبقى هي آيكون وتعبر عن ريال thing اهو كلهم ريال things اللي فات واللي هنا وكل دول حلو وبالتالي فهي آيكون نقوم بدراسة تفسيرها ومعنى في علم يسمى الايكون وغرافي لا أريدك أن تعرف أكثر من ذلك انزل شوية خرافات هنقوم بقى حكاية دلقتي ملاش اي لازمة لو عايز سعديها عديها قصة كده ممكن تسلي عنها برضو بس مظن من ضمن الرسومات اللي موجودة اللي بتعبر عن الرمزية او استخدام الايكون جايب لوحة فنية الراجل رسم فيها واحدة اسمها Pandora دي الخرافة بتقول او الأسطورة بتقول الصورة هي احد الأسطور الأسطور بتقول أن الالهة القديمة كان اليونان كلهم ببعدين فضلين في قاعدة العصيرة العصرية متدقيقين مش عايفين حاجة عملوها ايه يالله نقلف على شوية اله للحرب اله للسلم اله للتكعيبة اله مش عارف مين اي حاجة اضع فيها اله وخلاص اخر عبط حرفيا بلا براهين بلا ادلة بلا اعماد بلا اي حاجة وخلاص يالله بينا نضع اليها وخلاص فمن ضمن الاسطور ان كان في اله من عندهم خلق اول كان دائما واحد ثاني فخلق اول مرأة وخلقها صندوق اذا لم تفتحه وبعدين هي فتحته طبعا عايزة تبينها انها سازجة جدا وانها شريرة وانها مصدر الشرور كانوا يزعموا ده عشان كلا نقول انها انتو كتفين وبين ذو فين ستطلع لكم انها فهم فكرة كانوا يقولون ان المرأة هي اصل الشرور وحتى الان في اغلب المعتقدات غيرنا الحمد والله يقول ان المرأة اصل الشرور لحقيقة وانها سر البلاء في العالم وكان لحد وخالص المتابع الفلاسفة الغربيين كان الناس المشاهير هناك من غير ما نخش في التفاصيل يعني كان يقول وكان مبني على معتقد ومبني على اصول عندهم ان المرأة هي جنس شيطاني اصلا من بابه ومن هم كان يقول انها نسل مشوه للرجل فتخلى الرجل مشوه فتلع مرأة تخلى العبط ممم يعني كل التلوثات الفكرية بيعملها عمية في الرسمة ويجيب لك المرأة وتفتح الصندوق فتلاقي جوا الشرور كلها اللي لها كان معبي جوا الصندوق الشرور الحقد والكره والبغضاء ومش عارف ايه فتحته فكل انتشر في الورلد ومش السببب فيا اوعى وعشان كده اتليني بقول لك انهم استخدموا المرأة على سبيل المثال في العمل الفني كرمز استخدموها كايكل للتعبير عن ايه لكي يوصل لي معنى انها مصدر للشرور ومش عارف ايه وكلام الفاضي يعني فتحت الصندوق وطلعت منه الشرور وانت كتب لك جملة اعتراضية يقول كذبوا كله كدب يا جماعة انس العبث كلها غلوطات فكرية افكار افكار اضعها بهدف الحقد والحوارات كلها كلام عبث والحد اعيز اقول الكلام من اول مبارح كان الفلاسفة الغربيين الكبار الناس الاوعى اللي فوق قوي كانوا يستخدموا الكلام لو انت عايز ترجع ارجع لسنة 1600 وانت التشريعات التي تحدث 1700 في الفترة التي هي 1700 1600 كانوا فعلا يعملوا المرأة اوعة 1900 بدأت المرأة تأخذ حقها في الاحتفاظ بالنفقة والله اكبر لما اجيب فلوسها خليها بتاعتي مشدها للزوج كما كانت التشريعات الاوروبية بتقول في وسط كل هذه المردغانة الغبية اللي كان الكوكب قائم عليها منقول لهم يا جماعة ارجعوا لللي احنا من قرون طويلة منذ بدء الاسلام من 1400 سنة على لسان النبي الاعظم والرسول الاكرم لما بيقول لهم خير متاع الدنيا المرأة الصالح يا نهار في نص كوكب لا يراعي حق لا يراعي أدنى حق الانسان اللي هو اسمه مرأة ده وادوها حية النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم استوصب النساء خيرا هن مثل الذي عليهم بالمعروف ويدي الرجال عليهم درجة الحماية والرعاية والنفقة وكل يعمل الرجل ويكرم إكراما لها فقط وسط هذه المردغانة الفكرية التي تعيش فيها أوروبا حتى الآن للأسف لكن هو الفرق أنه بدلا كان فيه فيلوسوف شهير يقول الجملة بدلا ما هي كانت في رق العبودية الإضطهاد وكذلك بقت في رق الورشة وكذلك بقت في رق العمل العمل هو اللي استرق هذا لا لا لن تريد أن نطول في الحرارات دعنا ننزل فهم يدعي لك خرافة البندورة المرأة اللي اسمها بندورة اللي بيحكي لك خرافة حصلت كيف يقول لك أنه رئيس الآلهة عندهم اسمه زيوس زيوس رئيس الآلهة بتاعهم يقول بعدما بروميثيوس واحد من الآلهة إدهم هدية هي عبارة عن النار يستخدموها يولعوها زيوس كان غضان هو رئيس الآلهة أو الأب الآلهة لديه مثال سخيف موجود في أحد الشوارع قرر أن يدي البشرية عقاب a punishing gift هو أمر أحد الآلهة الآلهة التانين أن هو يكون the first woman يخلق أول امرأة وهي beautiful evil اوع العمد whose descendants هم الأحفاد بتوعها هم هم هيكون النسل البشري وزيوس هذا king of gods أو رئيس حاجة أتحذن حاجة أتضحن في نفس الوقت بدأ يعمل بدأ يوال بروميثيوس المرأة فقدها صندوق لما تفتحوش راحت أم تفتحها عايز وريدونها وحشة فقدها الصندوق خرج منه كل الشرور وبعدها released into the world وانتشرت في العالم كله حاجة عبث تخيل هذه المردغانة الفكرية أو العبث الفكري نحن فعلا في علياء المجد والله في كتبنا الذي يقرأ الكتب العلمية التي لدينا وهي أكبر صرح معرفي يعرفه التاريخ والصرح المعرف الإسلامي خش في علوم المكتبة الإسلامية وقرأ مئات الملايين من الكتب التي ألفت ورى علوم أصول الكلام و أصول الفلسفة والشيء التي لدينا الفلسفة الإسلامية أو علم الكلام نحن نحن في علياء المجد نقول لهم وليس بجوهر ولا تحله الجواهر وليس بعرض ولا تحله الأعراض وليس كميرته وأنه سمع بصيره وقد قعد لسا في زيوس وكان عمل وراح وينزل ويطلع حاجات عبض كده هذا هذا ألف به في النقاش وليس يعرف كم معي هقول له روح يا ابن على بيتك أنت محتاج لسنين لكي تصل لأنك تناقش ليس لأنك تغلبني لا لأنك تناقشني لأن العلوم التي نضعها يا جماعة يفهمه هذا مؤصلة قائمة تعود على النظام تعود على الأصول تعود تمشي على قاعدة قلت لك جملة الإنام الشافعي لمرة فاعدت لك كان يقول فأكثر وحالات الجاهل أن يعمل على غير أصلي أغلب الجاهل يمشون كده أنت لا تمشي كده كده يعني مطرح متيجي امشي على أصول هذا ما يحاول يعلمه ويحاول ويوصله في الرلوح هنا نفس الكلام سنقول أننا سنطبق قواعد اللي أخذناها في الإيقون الرجل الذي جايبتك صورة لشخصين بعدين في قوضة يقول لك أنت بالنسبة لك قبل الكورس شايف الصورة وخلاص بعد الكورس عندما تعلم النظرة الثاقبة ستبدأ تحلل كل شيء في الصورة تجد أغلب الصورة على فكرة طابع ديني تجد شكل العنصر والعنصر واللمبة المنورة كل هذه عناصر تحيي بمعاني دينية كانت متسرة في الوقت اللمبة مثلا يتحي بإيه بالنور الذي يخلقه الإله أو نور The Light of God The Light of God أي النور الذي خلقه الله الله نور السماوات الأرض أي الله منور السماوات والأرض سوف تكون فهمت غلط كما قلنا من خمس ثواني الله لا تحله الأعراض لكن لا أتشرح لك أي أعراض أعراض مثل اللون والطعم والحركة والمجيء والذهاب والأعراض كلها الأعراض لا تحل في الإله لا ينفع الله يتصد به لأن هذه حوادث والله لا تحل به الحوادث نقض نشرح يعني لو حبيت شعر الكلام ستستفيد لكن لا توقع فهو هنا جايب شيء تعبر عن Light of God ورمزي أيضا عن الرعاية الآلهة والقدسين وفي الآخر جايب واحدة وقف معها واحد والعلاقة تتوحي بأنهم يعملوا عقد زواج وقال لك تحت شكل شب شب وقال لك شكل الدلاب والسرير والحياة والبيت وهنا شكل النافذة أنت كواحد عادي هتقول لي نسمة حلوة شكرا لكن للناس اللي تفكر بشكل أعمق يقول لك لا هذا موقف جنب النافذة وهذه جنب الحاجات البيت للإحاق أن المرأة كانت هي التي تقوم بأعمال المنزل والراجل أعماله الخارجية ويحدث تكامل ما بينهم أو يقول لك لا هذا رفع يديه منزلها مرخيها كده شوية للدلال على أن الراجل هو الذي له السلطة وهي متوعاة ولكنها في نفس وقت تبص له وليس في الأرض فإنها ليس من الطبقة الدينية لا الخدم لا من زوجته مثلا وتبص تلاقي حاجات كثيرة نمسك كل رمز كل آيكون ويقرأ عن ماذا ليس هدفنا ندرس الصورة بشكل تفصيلي قدم هدفنا تفهم فكرة استخدام الآيكون لإيصال فكرة معينة يارب يسأتر خشت علينا وعاية استعرف التفاصيل اقرأها أغلبها تفاصيل دينية يعني هذا استخدامه كان هدف ديني يقولك فيه واحدة محدودة على اسمها ايه تمثال محدودة على الرف هذا يعني للبركة والكلام البركة الأطفال فمعناه انهم متجاوزون وعند يجيبوا طفل وقصة ونفس الكلام البركة البركة لديها هدف والشيء ليه هدف انا مش عارف تفاصيل او مش مهتم معرفة لأتي ومدي لك شكل الحزاء الموجود وشكل الشبشب الهنا وشكل مش عارف ايه كل واحد ليه هدف والنور قال لك هو نور الاله اللي هينزل يحل عليهم وشعرف حسب هم معناها ايه العايز تقرأ اقرأ لكن ليس تسأل عليها الدكتور قالت ليس اتجب صور خلص وانتحاك حلو هذا مثال على استخدام الرمزية في الصور لإيصال معنى الرمزية ليس تكون حتة معينة ممكن الصورة كلها تبقى عبارة عن حاجة رمزية حاجة سيمبوليزم فيها سيمبوليزم حاجة فيها تندرج ندرس المعنى ندرس في علم الايكونوغرافي هنا هذا الرجل عمل حط طفحه قدام وشه الرجل اسمه ريني ماجرات الرجل عمل رسم سيلف بورتريت سنعرف لعنى سيلف بورتريت الدرس الان رسم لوحة شخصية له حلو بالمناسبة اللوحة 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 كانت بورتريت مزدوج نسميها الهدف منها الناس عادوا يختلف بادي يقول لك ده حط عشان كذا ده حط عشان كذا ساعدوا يشارفين من اللوحة نفسنا نعرف انت نفسك نفسك تعرف ده صح هو قال لهم ببساطة ده انا بس كده ده انا ولكن حابت اوضح لكم فكرة اوصل لكم رسالة اوصل رسالة عن طريق العمل الفني بتاعي اللي فيه سيمبوليزم ده وهي ان الحاجة المخفية دايما الانسان بيسعى ان يفهمها او ان يعرفها بيكون مثيرة اكتر او بيقول لك وشه المخفدة بان هو قال فيه حاجات بتبقى فيها الحاجات المثيرة هي الحاجات المخفية واللي الحاجات الظهرة ما بتوريها لناش دايما الحاجة اللي حمش عارفين يشوفها مثيرة اكتر فانا حبيه بس ايه احذر معك فهذروا ايه ماسخ اوي he wanted to stir up the interest and curiosity of the viewer curiosity اللي هي الفضول curiosity اللي هي الفضول بتاع المشاهد عايز يثير الاثارة والفضول جواك نتعرف ايه اللي ورا الحاجة دي فبدأ هدف الرسمة يبقى عمل فني حلو استخدم فيه حاجة خفية رمز حلو شكل يعبر عن معنى ايه المعنى اللي عايز وصل هنا ايه المسرج عايز وصلها اني انسان بيميل الى الفضول انه يعرف الحاجات المخفية عنه هنا دي رسمة برضو لوحة فنية هي قدامك رسم اسد مع النصر الايه الاصلع النصر الاصلع اللي هو المهم يعني اللي هو البالد ايجل حلو ايه ايه الرسمة دي تعملت امتى كانت رئيسة الوزراء بتاعت بريطانيا رحت تعمل تلقي خطاب في احدى الدول فهي بتقول خطاب بعد ما خلصت امو ايه وررها الرسمة دي حلو للتعبير عن ايه عن الصداقة بين امريكا وبريطانيا امريكا وبريطانيا في صداقة بينهم فجابوا رمزين كل رمز من دول يعبر عن البلد الاسد يعبر عن دولة انجلند او اللي هي بريطانيا بيقى دائما محطوط على العالم مش عارف ايه محطوط على ايه حياة كتيرة والنصر الاصلع ده مثال او رمز بيعبر عن امريكا امريكا بتستخدمه دائما هو الحيوان المفضل عنده والحيوان اللي بتستخدمه الدولة دي عشان سيمبولايز الدولة اللي احب نستخدم عنده في مصر النصر برضو ايه من فكرة خلاني ننزل كده هو يقولك الصورة دي سيمبولايز ايه العنوان بتاعها علاقة خاصة علاقة وطيضة علاقة قوية بين الدولتين اللي هي الـ UK المملكة المتحدة اللي هي متمثلة في رمز اللايون ويهي الـ US او الـ United States of America اللي هي متمثلة في البالد ايجل او النصر النصر ايه النصر الاصل انا متأكد باسم الحاجة ده حصل امتال اللوحة دي لما وزارة الـ Prime Minister او القصر الوزراء البريطانية اللي هي اسمها Theresa May Theresa May Theresa May او Theresa May كانت بتلك الخطاب had delivered a speech فيين؟ في فلادليفيا في فبراير 2017 اللوحة دي تسلمت لها ساعتها فبس كده شكرا وحتى تليم قد بعض في الحجم عشان يعرفة كان الدولتين صديق عفية بينهم صداقة وانه ليس حد احسان بالتالي انا زي بعض اصدقاء كده النص الاولى من الدرس خلص ومش منش نص يعني نص المدة لا الفضل الاصغر بكتير في المدة ناقصا ناخد Art Criticism اللي فده كله وهو ما يتعلق بالايكونوغرافي اللي فضلك هو Art Criticism خليك معي طيب تعال على اخر حاجة في الدرس خالص وهي Art Criticism ودي حتة جميلة جدا Art Criticism Criticism او نقول vemqqqs còn النقد الفنية تنتسبة الشميع انا نوع تم عمية نقض للفن القل�line كدهкр عمل الفني بروحة تنتفي نوع Peeno لجب ان انك يطلب حكما عليها لجب ان قوم بالتالي لجب ان تقول الروحة وهكذا وهو له Ну هل ك larva عشوائي بشكل سطحي. هل اللي لما يقول لك ده فلان ده ناقد فني. بيقوم عمية النقد الفني اللي بيقيمه اللوحات وبيدوها سكورز بقى وتلاقي اللوحة دي احسن من دي والكلام ده كله. هل لجنة الحكام دول بيفكروا زي ما انت بيفكر؟ لا طبعا. لازم فيه ستيبس وخطوات مرتبة منطقية متسلسلة. باستخدمها عشان بمنهجية معينة عشان نحكم على الفن ده او على العمل الفني ده او على اي حاجة بانها سليمة بانها حلوة او بانها وحشة. ايه الخطوات المتبعة في ذلك هل ينفع اخش على اسم كده هجوم شارس كده يلا حلوة وحشة؟ لا. بنمشي بخطوات. ايه الخطوات دي؟ قبل ما نعرف لازم نعرف ايه هي عملية النقد الفني. نعرفها تعريف كده بسيط. عملية النقد الفني هي عملية انا ناقش عمل الفني، اناقشه واشوفهahah ou philosopher. نناقش دي؟ نشوفه س officers shall be sao? طيب، قبل ما نبدأ ندرس الخطوات اللي هندرس هل هنعملها حتى نحكم على الفن ده بان هو حلو او når وحش؟ الايه، عليم نعرف أم الاي عملية النقد. ايه تعريف فكرة النقد الفني؟ اقلأ فن، اعمل لنها اصطر عليه عملية فكره فكره. يعني اقيمه، واشوفه حلو ا kg لا وحش. النقد تشمل الاثنين على فكره. الناقد يمكن أن يقول لها شيء بعد أن ينقض أنها حلوة أو يقول أنها وحشة. على حسن يعمل عملية نقد فني. يعني يناقش العمل الفني حلو أو وحش. يعمل عملية تقييم ومناقشة. يعني يعمل حاجة اسمها discussion. أو discussion. وثاني. evaluation. يعني تقييم. أبدأ أقيم هذا العمل الفني حلو أو وحش. يناقشه. أراه حلو أو وحش. العملية دول نسميهم إيه؟ عندما أعملهم على visual. visual art. نسميها art criticism. النقد الفني. يبقى النقد الفني هي عمليات مناقشة. أو تقييم عمل فني visual art. وفقاً لمعايير الجمال. نقول بقى. in the context. في سياق. the theory of beauty. نظرية الجمال التي اخذناها. الرجل الذي يعمل هذا النقد الفني. يفهم كيف تكون جميلة أو لا جميلة. عنده معايير للجمال يبني على أساسها. عنده reference. كما قلنا في الدروسة على درسة الجمال. ويرفير الحاجة له. يرى هل هذه الأشياء مطابقة له. فتكون تماماً. أم لا مطابقة له. فتكون تماماً. فهمت الفكرة؟ فباختصار عملية النقد الفني. هي مناقشة. وتقييم الأعمال الفنية المرئية. والخروج بحكم نهائي. الخروج بـ final judgment. وهذا ما أريد أن أصل هنا. هذا تعريف النقد الفني. سيأتي لك في الانتحان. ولو لم يأتي. سأقول محمد أيها. سيأتي. سأتي. اسمع الكلام. لكي نعمل عملية النقد الفني. لو جاء لك في الانتحان قال لك. ما هو الكلمة التي تعبر عنه؟ The discussion or evaluation of visual art. العملية مناقشة وتقييم عمل فني مرئي. في سياق نظرية الجمال. في سياق أن أرى بقرنه بمعايير الجمال التي أعرفها. In the context of the theory of beauty. هذا يسميه article criticism. سيأتي في الانتحان وش. إن شاء الله يعني. طيب. قال لك حتى تعمل العملية دي. ليس أي حد يعملها. اعرف بهم بيعملوها كيف. بيأخذوا خطوات. steps معانا لكي يعملوها. نأخذ كم خطوات. نأخذ أربع خطوات رئيسية. هل هناك غير كده؟ أهل هناك غير كده. لكن ماذا؟ استمنائهم بقى. هناك أحد قال لي. أنا همشي على طريقة معاناة في التفكير. فيها خطوة واحد اثنين ثلاثة أربعة. والله لقيتها منطقية. قلت له طيب. سأعتمد. جاء واحد ثاني عالم ثاني. قال لي لا. ده أنا همشي على الطريقة اللي فيها واحدة ثلاثة أربعة خمسة. قلت له والله الكلام برضو تمام ومنطقي. سأعتمد. فاعتمدوا كذا طريقة. نسميها methods. methods. اهو. أو منهجيات. of art criticism. of art criticism. منهجيات النقد الفني. من أشهرهم. عندما يكون أشهرهم. والله هنستخدمه في الفصل بتاعنا ده. وفي المنهج. حاجة اسمها. field. field. man. field man. method. of art criticism. criticism. منهجية field man. للنقد الفني. ايه المنهجية دي؟ طريقة معاناة. شوية خطوات مرتبة. عشان تعرف تقيم الفنون. وتعمل عمية art criticism. يعني ايه art criticism. تقييم ومناقشة أي عمل فني مرئي. هنمر كم خطوة فيه. أربع خطوات رئيسية. منطقية ومرتبة. وما ينفعش واحدة من نقاطية قبل الثانية. مش موضوع باختيارة. مرتبة. ده لازم نيجي الأول. بعدين ده. بعدين ده. بعدين ده. لو قدمت واحدة على ثانية هتعكي الدنيا. لو نسيت تعمل واحدة هتعكي الدنيا برضه. امشي بالترتيب وبالنظام. ايه اللي أربع خطوات دول؟ ولما نعملهم ههوصل في الاخر ليه. هتوصل في الاخر للحكم على العمل الفني. هل هو جيد؟ ولا مش جيد؟ هل هو حلو ولا مش حلو؟ ده اللي بيمارسه النقاط فعلا. اسمه ايه؟ اسمه فيلدمن. method of articretism. هيجي عليه سؤال. هيجي عليه سؤال لا محالة. ان شاء الله. ايه الخطوات بتاعته التي انت تتبعها انت نفسك. عشان تحكم على الشيء بانه كويس او مش كويس؟ قال لك امشي بالخطوات القتية. اول حاجة. describe. 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 اوصف. هتليها. انا هتليل لها اربعة ما اكتب لها كنوبة التفصيل. describe. حلو؟ اول حاجة اوصف. طيب هشرح لكل حالة بالتفصيل. بعدها. analyze. 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 طيب. وانت ايه؟ وانت مش لائز. analyze. بعدها. interpret. ترجم او فصر او وضح. اخر حاجة خالص. judge. المصيبة الزرقف زمنا. بيحكم. ابن اعمل الثلاثة دور. لذا فرضنا انه ينفع. يعني انه ينفع بنفس الطريقة. في كل الامور. حتى يبقى الاربع خطوات دي منطقية حتى في الحاجات العادية. اللي بره الفنون. المصيبة انك تحكم. قبل ما تعمل الثلاثة اللي قبلها. تبقى مصيبة. describe. دي هي ايه؟ الوصف. او منقول ان احنا ساعات كده بتسمية منطقية شوية. بنوع التصور. التصور يعني او الوصف يعني ايه؟ اعرف الحاجة اللي بتتكلم عنها. العمل الفني ده. اعرف العناصر بتاعته. وتعملت من ايه؟ وايه الاشكال. وايه الخطوط. وايه الالوان المستخدمة. وايه نوع الالوان اللي استخدمناها. وعملناها ازاي. وروحنا في ان وجهنا من ايه؟ اعرف كل التفاصيل الرسمة. قبل ما تفتح بقى. اعرف التفاصيل. ما تروحش على واحد هجم كده هو. رسمتك وحشة. ياعمل انت عارف حاجة. انت عارف ان ارسمها ايه؟ ام ايه؟ ام ايه؟ ام ايه؟ ام ايه؟ ام ايه؟ فاول حاجة بيعملها الراجل. الناقد الفني. بيجيب اللوحة. عندي لوحة. حلو؟ بيبدأ يشوف الخطوط اللي استخدمها الراجل. هل الخطوط مستريت؟ ولا الخطوط كيرفي؟ ولا الخطوط مش عارف مش هرشرة؟ ولا زجزاج؟ ما انا مش شام في المطابق؟ ايه ناكل. مهم يعني فيه استخدم خطوط معينة. يبقى اول حاجة. اللي استخدمها. لازم اعرفها. انواعها ايه؟ ايه ثاني؟ الشيبس اللي عملها. هل هو استخدم اشكال منتظمة؟ ولا استخدم اشكال غير منتظمة؟ ولا عمل اشكال بشكل مش عارف ايه؟ ولا الاشكال و... هكذا. نشوف الشيبس اللي استخدمها. بشكل عام. بشكل شيبس يعني مثلس ومربع ومستطيع. ان جنرال. اي شكل استخدمه. ادرسه. الشكل ده ايه؟ بس عملية وصف. بوصف الحاجة اللي قدامي. بمسك ورقة كده. لو انا افترض ان انا مطلوب مني كنقض فني. في غضون اربع ورقات. او باستخدام اربع ورقات. احكم على العمل ده. اول صفحة. هوصف العمل الفني اللي قدامي. هقول حتى بتلقوم كده في المواصفات بتاعت المباني. او في اي حاجة. يقول لك ايه؟ ابني اقول لك الحاجة. الشغل الحلو ولا وحش. يقول لك وقد قام الرجل اللي هو المهندس. باستخدام اربعة طن حديد. وثمانية طن المونيوم. واي بتاع. يوصف اللي حصل. بعدين ابدأ ادخل رأيي في الموضوع. طيب. يبقى اول حاجة. بنسكرايب. بنسكرايب ايه في العمل الفنية. الخطوط. ايه الاشكال. الوقت. بنقول مثلا ده الرجل اللي عمل الرسمة الصبح. ولا عملها بالليل. ولا عملها الضهر. ولا عملها في الخريف. ولا في الشتاء. طيب ايه ثاني. الموشن. وانا معترض على الكلمة دي. بس خلينا ايه نكتبها زي السلايز. الموشن. الحركة. بنشوف هل فيه حركة في الرسمة. ولا الرسمة دي ساكنة. طيب ونعرف منين. عملت لك الرسمة وعملت لك واحد كده. ساكن. طيب عملت لك نفس الرسمة وعملت لك مثلا. كده هو. بيشوت كورة. فيه حركة. فهم الفكرة. فساعات الرسمة بتبين. هل فيه حركة في الرسمة. ولا الرسمة دي هادية. الناس قاعدين على ارض. ولا رسمة معركة. ففيه ضربه جري. ومش عادف ايه. فبنحدد الموشن. بنوصف كل حاجة في الرسمة. ممكن اكتب تحت 10 او 15 حاجة. كل اللي يأتي في دماغك. انه هو وصفة للرسمة. اكتبه. بنحدده في خطوة الديسكرايب دي. كلام ده تسئل عليه. طيب. ايه ثاني. بنحدد التكسشر. اللي هو الملمس. هده اسمه نعمة قوي. هده اسمه كده نعمة. ولا خشنة 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 خشنة. تلاقي الارضية كده خشنة. لما تفتح الباور بوينت. حتى بتلاقي كلمة تكسشر دي موجودة في خانة ديزاين. اهو. بيدي لك ايه. انك تحط اسمها ايه. مش عارف هي منين. الصراحة مش فاكر. مم يعني انك تحط. اه. انا افتكرت. بص. ممكن ندوس هنا اهو. يقول لك. عايزنا املها لك. بي بي. في اين كلمة تكسشر يا جماعة. اهي. بيكشر. او تكسشر فل. املها لك بتكسشر معين. ممكن اقول له. اه هاتلي تكسشر معين. التكسشر ده. يكون مثلا ايه ارضية كده. اه. خشنة. فيقوم للك الصفحة كلها بالارضية الخشنة دي. لا يا خيلي. ومن التكسشر ده. الملمس. هل الملمس ناعم ولا خشن. وده لي تفاصيل كثيرة جدا. في كتب التكلم عن التصميم والديزاين. اوصف الرسمة من ناحية التكسر. اوصفها من ناحية تاني. من ناحية الصفحة. ارى حجم كل شيء. والسكيل. الحجم الكبيرة والصغيرة. عموما. الاسكيل بتاعها. هل الامر كبير اوى مثلا. والراجل اللي واحد اصغانطوت. فكده انا استنتج استنتاج معين. او لا الاثنين قد بعض. او لا الاخير. ادريس الصفحة والسكيل. بالبلد. انا بوصف ما تراه عيني. بدخل الرأي لسه. رأيي مجاش لسه. انا بوصف ما تراه عيني. في هذا العمل الفني. لكني بجواب على سؤال بيقول لي. ماذا تراه. فبجأ اقول له. ارى كذا كذا كذا. واحدين ثلاثة. لم يقول لي ايه رأيك. يبقى ايه. يبقى الكل. هذه اول خطوة. الخطوة الثانية. قم بالتحليل. زي الجهاز الكمبيوتر كده. بيأخذ البيانات. اشترى كده خطي البيانات. حللها بقى حللها بقى. اذا كنت ارى إعلاخه. اراف اعلاخ ال Lines في بعضها. اراف واع له Besher Habs بعضها اراف اعلاخ LAUNites في بعضها. اراف اعلاخ الشابس في ال Lines. اراف اعلاخه وال Lines بالوقت المعمولين فيه. اراف اعلاخ الوقت في الهاتف buddy atservati by the Yatifa. اراف اروض العلاقة بين كل الإجاة. يبقى بالبلدى Analyze . بإلصاب كل النصر. بشكل منفصل. كل عنصر لوحده، قلت له معي كذا، معي طن حديد، معي طن ألمونيوم، طيب، هنعمل بهم مع بعضهم بقى. إيه علاقة الخطوط بالوقت الموجودة فيه؟ وإيه علاقة الوقت بالحركة اللي بتتمي؟ مثلاً لو أنا في الصيف وفي حرب يبقى مش عارف ايه، إيه علاقة الوقت والحركة بالشابس؟ إيه علاقة برضو بتعلقة بين كل حاجة والتانية؟ وبعدين بطلع بالنتيجة بقى في الاناليز دي، بقول هل فيه بالانس؟ هل فيه اسمه ايه؟ اتزان في الصورة؟ هل هذه الصورة متزنة؟ هل فيه توزيع الكوتل بشكل مناسب؟ مثلاً ممكن تلاقي رسمة، لو أنا أعطيك مثلاً لقتل، عملت لك كده اهو، الرسمة دي فيها مشكلة، تحيث أن عينك مش بستراحل، مكان ده فاضي ليه؟ لو حطيت لك حاجة هنا اهو، اه، اتزبط، الله حلوة، معيني مش عمين شرم في التصميم، بس هو يقول لك اه الله حلوة، فسعب بيقى فيه خلل في البلنس، الرسمة مش متزنة، تخيل واحد عمل روحة فنية عمل لك كده اهو، يقول له ايه عم من ست الورقة، فهمت؟ انت عايز تقول له كده، صح؟ يبدأ لازم ان تدرس او تشوف العلاقة بين العناصر وبعضها، عن طريق انك تشوف البلنس اتحقق او لا، يبقى اول نقطة في الاناليز، خلال ان ننزل بالاناليز تحت، انا ممكن اخذ نفس الصفحة دي بالظلط، عشان احتاجها، انا اخذها كده، ونكتب في كل صفحة العناصر بتاعتنا، نفس العمل الفني، اتطلب خطوة الثانية دلقتي، ماهي الخطوة الثانية؟ اللي هي، اناليز، اناليز، اناليز عمل عملية اه؟ تحليل، العناصر اللي عرفتها بالـ describe، بالوصف، هابدأ اشوف علاقتها ببعضها ايه، اناليز بيدرس علاقة العناصر ببعضها، ده بيدرس العناصر نفسها separated، او شكل separately، طيب، اناليز بيدرس ايه، زي ما قلنا بيدرس، الـ balance، الـ balance، الالتزان، يدرس شيئاً اسمها الـ Contrast أي شخص يتعامل مع برامج التصميم يعرف هذا يا جماعة Contrast أو ما هي التباين بين العناصر أو بين الألوان أنا لو رسمت لك هذا اللغدر على السود الدنيا حلوة واضحة فتخيل جداً لو جبت لك لون ما سود رسمت على السود؟ أنت لم ترى أصلاً أو رماضي على السود بهتر صح؟ أو عملت لك كده جبت لك أبيض مثلاً أبيض وفوق هذا اللغدر طبعاً عكس سنين هذا اللغدر حلوة قليلاً فأنا ممكن أن أتغيينها أكثر أجب لك أصفر هل ترى الأصفر؟ لا ترى فتخيل جداً لو جبت لك هذا هو جبت سود؟ أبيضاً واضحة مثل الشمس هناك contrast ما بينهم هناك تباين ما بينهم فأنا ندرس التباين التباين هذا علاقة بين الألوان الـ Balance علاقة بين العناصر يبقى أنا أقول لك الـ Analyze ندرس علاقة الحاجات بعضها البعض ونطلع بنتيجة ما هي أخبار الـ Balance؟ لكي نحكم بقى في الآخر ونحن نحكم منه ففي الطريق نمشي بشوات خطوات ما هي أخبار الـ Contrast؟ ما هي أخبار الـ Unity و Variety؟ Unity و Variety هل الرسمة فيها واحدة؟ يعني فيه توحد في العناصر المستخدمة؟ فيه فوكس على أنصر معين وهو هذا الرسمة كلها عليه؟ زي الإعلانات كدام تلاقي الزازة في النص كده والباقي كله يركز على أن تبص على الزازة لكن فيها عناصر تلاقيها بقى مسحومة تنوع شجر والصحاب والناس راحة وجاء فده من قول أن نرى هل هي Unity و Variety؟ هل حققت مبدأ الـ Unity صح؟ وده الـ Variety صح؟ وفقا للتفاصيل ليس عليك تعرفها طيب، نرى ماذا تاني؟ نرى ماذا تاني؟ نرى الـ Repetition أنا أفتكر معك على فكرة Repetition، التكرار هل العناصر مكررة؟ هكذا علاقة العناصر بعضها البعض؟ يبنى الأول بوصف العناصر Separated أو Separately بعد ذلك سأرى علاقتهم مع بعضهم و أطلع بنتيجة ماذا أخبار الـ Balance ماذا أخبار الـ Contrast ماذا أخبار الـ Unity ماذا أخبار الـ Repetition ماذا أخبار الـ Rhythm اللي هو التناغم بينهم هناك شخص يعمل رسمة تلاقي العناصر يا لهوي جميلة، متناغمة مع بعضها والدنيا مثل رسم المشهور اللي هي السحاب والعمل هذا الرسم المشهور قوي جميلة جدا متناغمة مع بعضها البعض ده بتدرس في علوم الرياضيات ونقل بقى أن فيها القاعدة النسبة الذهبية والكلام ده الـ Golden Ratio فده علاقة العناصر بعضها البعض كل ده أنا لسه بوصف الرسمة وبحللها لسه ما دخلتش منطقة الحكم خالص طيب، الراجل حططت لي أمر وكواكب ونجوم ينفع قولك أنا أحكم بناء على مجرد أن الرسمة حلوة في الشكل لا، لازم أن فيه جانب النص الفؤاني ده ده من عندي جدعانة كده النص ده هو جانب المظهر النص ده جانب المعنى هذه الحتة للتحت ده جانب المعنى ما هو جانب المعنى؟ لا ينفع الرسمة، يمكن أن تكون جميلة جداً ولكن لا يعني معنى لم يصلت لي ميسج رسمي ماشي، شجرة ونجفة وستفدت أنا فلازم أن ندخل في منطقة الخطوة الثالثة ترجم ترجم لي، رأيت أن تقول لك صاحبك كلام معقد في قولك، يلا ترجم قولي ما حصل هذا ماشي، جميل يا عم الفنان حطيت ألوان وحطيت عناصر حلوة وأنا وصفتها وحللتها، شفت على قطب بعض، فقلت لك تمام أدتك تشيك أن أنت مظبوط في الـ في الـ في الـ طيب، هل أنت بقى معنى الكلام إيه؟ ها بدأ أعمل أقول والله، هو وحط العنصر ده هنا عشان يدي المعنى الفلاني وحط ده هنا عشان يدي المعنى الفلاني وأجادة في استخدام ذلك كان الراجل برينس لما عمل كده فبالتالي، الـ عملية ترجمة وتوضيح وتفسير للسبب في استخدام العناصر الموجودة في اللوحة أو العمل الفني هي عملية بقول فيها الراجل ده استخدم الكلام صح أو غلط الدنيا كانت تمام معه أو لا بفصر كل عنصر استخدمه ليه؟ عملية توضيح يبقى دي كده هو؟ توضيح عشان أوصل في النهاية المين؟ للجدج إن أنا أحكم بقى حكم نهائي وأقول هل العمل ده فيه value ولا ملوش value عنده value عنده قيمة جواه ليه لازمة وحلو ولا ما عندهوش ده الحكم بتاعي عشان أقول هل الراجل نجح في إيصال الميسج أو لا؟ ده الحكم النهائي بتاعي فهمت الفكرة الحكم ده يبني على الثلاث خطوات اللي قبليه من غيرهم ما كانش يقدر يحكم عشان كده الخطوة دي هي مجرد إصدار الحكم لكن هي تعتمد بشكل أساسي على ده وعلى ده وعلى ده بوصف الحاجة لو ما وصفتها صح مش عارف أردبط العنقه بين العناصر بالتالي مش عارف أبين معنى كل عنصر بيعبر عن إيه؟ مش عارف أحكم أي خلل يحدث في واحدة من هؤلاء العناصر دي نتخرق describe, analyze, interpret, judge لكنها إيه؟ D, A, I, J لا يعني معنى أنا أفكر أقلف معك توليفة لكن لا يعني معنى describe, analyze بالترتيب المنطقة بوصف بربط العلاقة بين العناصر يعني كده بفصر كل عنصر معنى إيه ومقصود منه وإيه الهدف منه في الآخر بشوف هل الراجل نجح في إيصال الفكرة؟ هل العمل الفني بتاعه ليه value ولا مالوش؟ بس ده اللي أعمل تعالي بقى وريلك ده من السلايدز ويبقى كده خلصنا الدرس وبرك الله فيما رزق انزل معي تعريف الارتكريتسيزم عملية بنائش عمل فني أو بقيمه يبقى اسمه إيه؟ ارتكريتسيزم من أشهر المنهجات المتابعة في ذلك Fieldman Method of Articrytisism عمل لك صفحة كاملة عليه دي مش في السلايدز ده عشان تفهم بس التفاصيل بتاعت الموضوع لو عايز تقراها وأنا شريحها بالتفصيل هاتليين شريحها صفحة انزل اثنين صراحة فاربع صفحة انا هميني بقى؟ بتوعي على السلايدز تعال كده في السلايدز بيقولك لك لتعمل تحتاج توصف منديك مثاله منديك عمل فني عايزين نوصفه هل فقالك لك لتعمل عمية وصف بنعمل ايه؟ بنحدد الاتي الخطوط بنجيب كلها نصل في الصورة ونقولها الخطوط بنشوفها هي ايه اخبارها الشيفس مش بنحكم عليها بنقولها بس بنوصف الصورة وصف ليس حكم بنشوف الوقت اللي الصورة دي فيه هل هو بالليل ولا الصبح الحركة اه دي فيه واحدة تتحرك وواحد قاعد مسك قناية وبيعزف عليه ففيه حركة برضه حلو؟ الملمس الالوان المستخدمة الالوان ليلية جميلة هادئة توحب الصفاء والعلاقة الطيبة الجميلة التحفة بين هؤلاء بين الاثنين دول الجمال مع بعضهم علاقة الزوجية لطيفة حاجة كده غاية في الدفع جميل فالدني حجب يحزف ويضع الأكل سيصهر وصهر لطيفة ستراجع على مستهنة لا يوجد تلفزيون مهم يعني وضع شجر كمان فيه هدوء كل عنصر من دول ايكون من دي تدي معنى الاولى تدي معنى والذل ده هيدي معنى مش عارف ايه هيدي معنى والتفاح ولا البصل ده مش عارف ايه هيدي معنى مهم يعني وحتى اللبس هيدي معنى انه هو الريف النوبي القديم حاجات حلوة كده فيه امر على ضي القمر بس كده فيه size نسكيل الحجم بتاع الحاجات لازم انت راعي ده تشوفها توصفه نوصفه لسه مش بنعمل حاجات نشوف المواد الخاملة تصنع منها نشوف كل حاجات من دول اتعاملت من ايه ونراعي ال ايه ونشوف نوصفها بس مش اكتر بقولك ده تصع ده شكل معمول من كزا ده معمول من كزا ده معمول من كزا الـ subject الانوان العين بتاع الشكل الشكل التعيين حاجة في الريف الايه اللي اسمه ايه اللي في النوبي القديم طيب ده كده وصف اللي هو عمية تتسكرايب وصف اللي ما يحدث في العمل الفني للي قدامي للي ظاهر اجابة عن سؤال ماذا ارى طيب ان اللايز بقى بربط العلاقة بين الحاجات اللي قدامي بربط العلاقة بين العناصر فبدأدرس الـ unity والفرايتف هل هذه العناصر دي فيها واحدة ما بينهم ولا فيه تنوع فيه اكتر من حاجة موجودة ده يعرفه بتوع التصميم لم يكن تلعوا انا قلت لك انت هدفك تعرف الفكرة العامة هل فيه balance هل فيه تناسق وتوزيع الكتل مضبوط اه تحس ان اه القلة دي زبطت عفقة ممكن تكون من هدفها الرئيسية تصبب بس التوازن في الصورة وتلاقي هنا حط الأمر ورفع الراجل ده شوية عشان فيه هتلاقي فيه توزيع الكتل ما خلي الصورة تحسها كلها مليانة تحسها كلها تمام تمام فكرة لو كان نزل الراجل ده حتى شوية والتباين بين الألوان وبين الأشكال التباين هنا تلاقي فيه ألوان ظهرة تلاقي عينك أول ما تبص على الصورة ده العنصر الظهر في الصورة وده العنصر الظهر في الصورة على طول مباشرة لانه عمل contrast ما بينه وبين الخلفية مثلا بدي مثال طبعا التكرار ايه الهدف من خليهم ثلاثة ايه الهدف من يخلي الأفرع بالمنظر ده ايه الهدف من يجيب الاثنين دول في الصورة كل واحدة من دولها رسالة ليه الهدف معي الرذم التناغم بين هذه العناصر اه علاقة ما بين اثنين يبقى اكيد فيه راجل امرأة يبقى اكيد ده يعمل حاجة دي بتعمل حاجة يبقى فيه حاجات ايكونز بتعرفني هم بيعملوا كده ليه؟ ديني تبقى تمامين فهمي الفكرة؟ ففي الآخر بتشوف المود او الجو العام الوضع الهادئ الجميل ده ويتشوف المشاعر اللي طلع من الصورة اللي انت استنتجتها من الصورة كل ده انا بدرسه في خانة الانيلايز التحليل بحلل الرسم طيب بعدها ينفع اكتافي بان انا عرفت العناصر ووصفتها وقلت يا ووصفتها بعدين حللتها وقلت علاقتها بعضها من ناحية التناغم والتناسق وكلام ده من غير ما اقول معنى الصورة ايه؟ لازم نخش في جزء المعنى فبنخش في الانتربت اللي هو الخانة التالتة بقى نقول ازاي الورك ده بي اسمها ايه؟ ازاي بينتمي للسياق بتاعه والتاريخ بتاعه؟ ازاي العمل الفني ده بيحبر فعلا عن حياة النبيين المعنى اللي طالع منه هل متوافق مع معنى الحياة النوبية ولا لا؟ هل متوافق مع التاريخ بتاعهم ولا لا؟ هل متوافق مع السياق اللي جي فيه ولا لا؟ كل ده رازم انا اشوف هل هو حقاقه ولا لا؟ ده اعمالية ترجمة عملية تحويل او تفسير بشوف ايه الهدف او ايه الرسالة اللي طالع من الصورة او العمل الفني ده وبالتالي واته the message conveyed اللي احنا بنحصول عليها من العمل الفني ده اجاد الفنان فيه اخراج المعنى وابرازه في الصورة ده على اساسه بنحكم في الاخر في مرحلة الرابعة لها الجد ففي مرحلة interpret انا بسأل هل العمل الفني ده مرتبط بالثقافة اللي موجود فيها او بالاسم ايه؟ بالسياق اللي موجود فيه بشكل كويس؟ افرد الرجل ده كان جابه النوبي ده مثلا بنفس الوضع ده واجاب الست بتاعته مثلا لابسة لبس بتاع الحضر يبقى الرجل يبيعوك عمل الفني مش متوافق مع السياق افرد جابه هي لابسة لبسة النوبيين ولابس جابه هو لابس مثلا بدلة فيه تناقض فيه حاج غلق انت بواسطيلي المعنى اللي طالع من السطولة او جاب هنا ازازة مثلا من شركة اكوا فينا فانا انا اصدر كده لا اقول له فهي منفكرة او جاب شايلة تلاتة دول في حل بايريكس كده فيها عكد فهي منفكرة فبنشوف هل هي مرتبطة بالسياق ارتباط صحيح ولا لأ والرسالة اللي طالعها ايه هي؟ وهل اجادة للراجل الفنان ده في اخراجها ولا لأ ده من مرحلة المعنى اللي فاده لمرحلة الشكل باوصف باربط علاقة بين العناصر باخش في جزء المعنى باوصل في الاخر ايه؟ للحكم الحكم النايه المحرر رابعة طبعا اشرح كل ده بالكتابة المحرر رابع باقول فيها ايه بقى هل عمل الفني ده ليه قيمة ولا ملوش ده اللي بجاوب بقى المرحلة دي بجاوب فيها خلاص من عرفت بقى عرفت العناصر رابطت على خطب بعض في الاناليز عرفت معنى كل عنصر في الايه؟ في الانتربريت ناقصني طلع حكم هل ده ليه قيمة ولا ملوش هل العمل الفني ده حلو انا اقول لك اوه حلو جميل دلوقتي انك جميل تعطي غير الجميل تعطي من ساعة لان خلاص درست كورس الارت تفهم الفكرة طبعا بعد ما تدخلت خلاص الكورس ده مش تبقى انت نقط فني انت تبقى تدرك ان تت احتفظ بكامده نفسك فكرة ان نضحك شخص عليك يقول لك وكما بتجاوب على هل هو ليه فيك القيمة ولا ملوش وهل نجح الراجل ده او الرسمة ده نجحت في ايصال المعنى والشعور والرسالة اللي اللي عايزة توصلها لنا ولا ملوش ده فورم سكسيد اندليفرينج اندليفرينج هل نجحت في ايصال الفكرة اللي كان نوين نوصلها باللوحة دي لو نجحت ندله عاش لو فشلت نقول له عادي مرة اخرى طيب حاجة مفودة اسألها لك انت والتعرفها بسهولة الخانة بتاعت اللي احنا قلناها في اول نص الحلقة اللي هي بتاعت الايكونوجرافي الايكونوجرافي علم دراس الايقونات وما تدل عليه الانتربريتيشن بتاع السيمبلز اللي بيقول لك كل سيمبل معنى ايه في الصورة يندرك تحت انه خانة من دول هل هو يدخل في خانة الوصف هل انا وانا باوصف باعد العناصر لسه ولا وانا بربط عناصر بعضها برضو لا دي كلها في الشكل هو يدخل في المضمون في المعنى في التقريب انا قلت بتقول لك معنى معنى كلمة ايكونوجرافي العلم التهتم بالانتربريتيشن بتاعة السيمبلز يبقى في الخانة التالتة بيتم استخدام الايكونوجرافي الايكونوجرافي في الخطوة العامية التفصيل والترجمة والتوضيح الصورة نحتاج أول العلم الايكونوجرافي اللي بيعرف كل سيمبل معنى ايه? فهيقول لي القلة دي معنى ايه? والشجر ده معنى ايه? والامر هنا معنى ايه? ده اللي هيعمله علم الايكونوغرافي. فهمت الفكرة? كده خلصنا. خشت على اسئلة على طول. في يلا بينا. اظن الاسئلة انا هكررها بسرعة. لانك لو سمعت اللي فات بضمير. لو مش نطط على الحل بس. لو نطط على الحل بس. مش تعرف تفهم. انا بحل بسرعة جدا. لان انا لسه ايلي كان ده فوق حرفية. فالحضر معي. من اول الحلقة هيجواب على طول. ايه هو الباترن اللي عنده ميننج ايكون. ما تكملش على طول. ايكون. ده فرقة بين المذاكر واللي هيقعد حيران. اللي فيهم مرة. واتدرب صح. مش يفكر في انتحان مرة تانية. هيبقى شغلة على طول دغري. شكل عنده معنى ويكون شيء بالريل يبقى على طول ايكون. ايه? الفنان دايما بيحاول يوصل فكرة معينة من العمل الفني بتاعه. عن طريق استدام السيمبوليزم او رمزية. المعاني بتاع السيمبول زي ممكن تبقى كلاير. ممكن تبقى واضحة. ممكن تبقى امبيجيوس او غامضة. اللي اجابة ايه? اه صح. كل الكلام ده زمان. انا عنديش مشكلة معاك. يبقى اللي اجابة اترو. الفنان بيستخدم. عايز وصل فكرة عن طريق الرمزية. الرموز اللي بيستخدمها ممكن نفهمها. ممكن لا. ممكن تبقى واضحة. ممكن انيش واضحة. فالي اجابة اترو. الميسج ريبرزنتيشن. والله لو جاءت لك ومعرفت الجوابها يا بصت. انا اقتلت الكاميرا حدتي ست مراتها. الطريقة اللي بنستدامها في التعبير عن الاصال الفكرة. وسيلة اصال الفكرة. هي ايه? بوصل الفكرة عن طريق ايه? رسمة او شكل معبر عن معنى. ايكون. شكرا. اه اه اه. المربع الصغير اللي بيعبر عن شكل المطبعة. ده بيعتبر ايه? بيعتبر ايه? شكرا. اللي هي بوب ارت ولا فولك ولا ارتكريتسيزم. مرمش اي دعوة اصلا. اه. الصورة بتاعت ان السجار ممنوعة. ديه تعتبر ايكون برضو. شوف ممكن يجب لك السؤال عن ايكون بالخمسين طريقة. اللي فاهم بيريح. لان الاسمع على الصراح بيريح. مش اللي فاهم. هل ايه هو الباترن? الشكل. اللي ممكن يكون صورة او لاسمة او مش عالف ازي ما قلنا فوق. يكون عنده معنى. وبنستخدمه بحس يكون معبر عن شيء حقيقي. مش خيالي. والمعنى بتاعه ممكن لازم يتفهم. لازم. كان فقط ان يتفهم في السياق بتاعه. ده اللي هو الايكون برضو. ايكونز او ايكونز او ايكونز. ايه هو فرع اللي احد فروع تاريخ الفنون اللي بيدرس تحليل وترجمة وتفصيل سيمبلز. مين بيدرس السيمبلز ايه معناها في الصور? الايكونوغرافي. ايكونوغرافي. علم دراسة الايقونات. لكن الايكون نفسها ملهاش دعوة. ده مش علم. ده الايكون نفسها. اثن الجروب دي المجموعة اللي ليها خصائص مشتركة. ده عملية نقد عمل فني وتقييمه ومناقشته. بشكل عام. شوف كلهم سهلين. ايه هو العلم بتاع بتاع السيمبلز. بيعمل حاجات في السيمبلز. بيدرس السيمبلز. مين بيدرس السيمبلز؟ ايكونوغرافي. سيمبل يعني ايكون. مين بيدرس الايكون؟ ايكونوغرافي. الايكون نفسي يعني ايه؟ شكل يعبر عن معنى. باترن عنده مينين. شوف الدنيا سلكة ازاي؟ سلكة ازاي ازاي الفول. واحد من اشهر الكتب المكتوبة والتي تناقش علم الايكونوغرافي. اللي مذاكر مش يطول في السؤال. الكتاب اسمه ايه؟ اسمه ايكونولوجيا. كتب بواسطة تشيزار ريبا. تشيزار ريبا. سيزار. كتب بواسطة واحد اسمه سيزار. في الف خمسمية تلاتة وتسعيل. كتاب اسمه ايكونولوجيا. فيين دور عليها اول واحدة. ايكونولوجيا. مش ايكونوغرافي ولا اي اي حاجة. وبما ان انت اصلا يعني حاسك انك كنتش تحافظ اسم الراجل فحطم لك التلاتة واحدة. طبعا انت مش تختار محمد نهر. انه ماليف تشكوته بالنسة. The Symbol of the Tree of Life Symbol بتاع شجرة الحياة يُعبر على علاقة بين الأعناصر الأساسية للإنسان تتمثل فيه المعتقد الجسد العقل عشان نصل في الآخر للحكمة اللي جابة صح True هواي سألك عليها بأي طريقة تانية بس أنا أجيبها لك عشان تقلق أبقى أعملت لك براكتسينج عليها إيه هي عملية منقشة وتقييم أي عمل فني Articriticism بالنظر على طول الميثي دولوجي أو المنهجية المتبعة في النقد الفني تسمى Feldman Method of Articriticism المنهجية دي حيث تتكاوم من أربع خطوات رئيسية أو أربع مراحل رئيسية إيه هم بالترتيب؟ Describe Analyze بوصف الحاجة بربط علاقة بينهم بين كل عنصر والتاني فبشوف بقى ال Balance وال Contrast وكان ده بدي المعنى بتاع كل حاجة بشوف جانب المعنى بشوف معنى كل عنصر استعملنا له ومن ضمنها الايكنوغرافي باستخدمه في اللحظة دي وفي الآخر بصل للحكم يبقى أول حاجة إيه اللي بقى طبعا كله غلط الفنانين عندهم دايما بيحاولوا يوصلوا رسالة عن طريق العمل بتاعهم بيوصلوا مش بيوصلوا بيستخدموا الايكن مش بيوصلوا وبيستخدموا في دراسة الايكنوغرافي علم الايكنوغرافي مش بيوصلوا بيتم عرض أعمالهم على نقاطة لكي يعملوا عمية Articriticism لكن مش ده بيوصلوا بيوصلوا ايه Message The Process of Articriticism عملية النقد الفني للأعمال الفنية المختلفة تشمل مراحل ايه هم وفقا للفيلدمن مثود اللي هي منهجية فيلدمن ايه المراحل اللي بيتم بيها عملية النقد الفني Describe ولا Analyze ولا Interpret ولا Judge كلهم All of the Previous في المرحلة الاولى من النقد الفني اللي هي Description احنا بندسكرايب وبنوصف وبنحدد اي مما يأتي الخطوط ولا الاشكال ولا المواد الخاملة تصنع منها ولا العنوان الرئيسي ولا الوقت اللي كان فيه الرسمة دي ولا الحجم بتاع العناصر ولا الـ Scale لا تشك كله ولا الألوان ولا الملمس كله يا معلم كل دي وصف للصورة ما فاش حاجة بترويط اللقاء بين اثنين عادل وجالك Balance في النص تقول لك اختارش الاخترافة بال Balance لكن ده كل الحاجات بتوصف الصورة بعملها في خانة Description يبقى All of the Previous عملية تحديد العناصر الأسسية بتاعت Visual Artwork والملمس على الصورة كل ده بنسميه خانة ايه او أنو خطوة في خطوات النقطة الفني Description الوصف لسه بوصف بحدد العناصر لما اربط على خطب بعضها زي ما يحصل دلاتي بشوف الهارمونياء بينهم التناسق او التناغم بشوف عملية Balance بشوف Contrast دي كده عملية الاناليزينج او الاناليزز الاناليزز لما كون بسأل السؤال ده How does the work relate to its context ازاي الصورة دي مرتبطة هل هي مرتبطة فعلا بالواقع اللي موجودة فيه ولا لا الواقع النوبي مثلا زي ما قلنا في المثال هل هي وصلت ايه الرسالة اللي عايزة توصلها لما يكون بحاول اعرف الرسالة او الهدف او الغرض اللي اتحطت بسابه كل عنصر في الصورة انا كده بعمل انه الخطوة بعمل الخطوة بتاعت الانتربريتاشن صح كده سهلا بدي المعنى بتاع كل حيا طب لما اجي بقى اسأل اقول لك هل العمل الفن ده لي قيمة ولا لأ هل الرجل نجح في اصالة المعنى ولا لأ او الرسالة اللي عايزة وصلها ده كده انا ببدأ تقيم خلاص ده التقييم ده الحكم النهائي ببدأها جاوب يا اي لا بعد عملت الثلاث خطوات اللي فاته يبقى لإجابة بعد ما تخلص مرحلة الاناليسيز اللي هي ربط العناصر ببعضها بيجي مرحلة ايه بيجي مرحلة الانتربريتشن يبقى لازم ازعيتها اعمل يقول لك you must look as the purpose انك تبص على الهدف من انشاء اي حاجة في الصورة والرسالة اللي عايزة يوصلها او هي ده مرحلة الانتربريتشن بس بصورة مباشرة او عايز يقول لك بصورة مباشرة هاد الاناليسيز بعديل الانتربريتشن او لا فهقول له true بيقول لي هنا العملية تحديد في العمل الفني وحدد كل واحدة كل симبل او كل ايكون ايه هدفها والرسالة عايزة يوصلها دي عملية ايه تحدث فانو مرحلة في مرحلة الانتربريتشن بنقول لك بصورة عامة السؤال يجب انتحان الايكونوجرافي عملية الايكونوجرافي اللي هو دراسة الايكون ومعناها بتحصل فانو خطوة في خطوة الانتربريتشن خطوة التفسير خطوة المعنى لكن دي وصف ده ربط العنصر بعضها ده اللي بيدي معنى للعنصر بيقول العنصر ده معنى كذا عنصر ده معنى كذا عشان يصل في النهاية لحكم نهائي judgment understanding the messages انك تفهم الرسائل اللي بتيجي من الفنون هي a crucial part of art criticism هي خطوة اساسية ومهمة في النقد الفني اه طبعا لازم لعشان ننقض عمل عمية نقد فني افهمك الرسائل اللي طلعا من العمل الفني ده ايه اللي هي خطوة الinterpretation وبالتالي الخطوة دي مهمة true دي موجودة في اخر صفحة خلاص recite art الارت او الفنون ممكن تكون obvious واضحة ممكن تكون خفية من ناحة الرسائل ممكن توصني رسالة واضحة سهل قوي ان انا فهمها ممكن ان الفني وصني رسالة خفية احتاج تدرس علم يدرس لو من دايب اي حاجة اولي في التعليقات وانا هبص عليها ان شاء الله فاتمنى مكنش طولت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته